ايها الاحلال العرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج كومينتو مصر النهاردة البرنامج اللي عامل صداع في دماغ السيسي السيسي المأزوم من كل الوجوه المأزوم اقتصاديا المأزوم اعلاميا المأزوم سياسيا حضرات السادة اهلا بكم والسيسي المأزوم السيسي اللي طلع النهاردة يتكلم عشان يقول المصريين رسائل مليانة بغرام وكلام فرغ بس انا مش قلتلك يا عبدو مش نوارتك مش نصحتك بدل المرة الف من ساعة ما كنت انا في اسطنبول بس انت بسمعش كلام انا قلتلك يا عبدو غير اعلامك وقلتلك يا عبدو ده اعلام فاشل لازم تتأخر كل الوقت ده عشان تطلع النهاردة تعترف قدام الناس كلها ان اعلامك مش قادر يرد ولا يدافع عن الكوارس اللي انت بتعملها حضرات السادة السيسي النهاردة الحقيقة خبت قلمين لكل اعلامه وقال لهم انتو مش عارفين تدافعوا بتفضل اه مش عارفين فاشلة البازة فاندي فاشل اعزائي المشاهدين قلتلكم مبارح هنا كلمة السر مش في محمد ناصر ولا في مكملين ولا في حد السر في اللي بيقولوا بقى البرنامج ده عشان كده لحمد موسى ولا البازة فاندي ولا النبطش عمر قديم ولا اللي مشغلينهم اللي هو عبد الفتاح هيعرف يرد بعد ما عرضنا مبارح ملف بسيط جدا عن مشروعات السيسي وفضحناه بالارقام وقلنا هنا انها مشروعات فاشلة وعبق على البلد وضيعت الجنيه وفرمت الاحتياطي وولعت في الاسعار والغريبة ان احنا بعد ما عرضنا ده ودي اقل حاجة يعني فجأة الصبح يطلع عبد الفتاح يوجه لنا التهمات ويدافع عن التفريعة اللي كلمنا عنها مبارح مبارح لسه بنتكلم عن التفريعة يطلع يدافع عنها وعشان يدافع عنها او مش لاقي مناسبة يطلع فيها فيعمل ايه فيخترح حاجة كده اسمها افتتاح مش عارف ايه كده في قناة السويس هتسأل تقول لي ايه دليلك هسألك انا سؤال تاني هو حد عارف السيسي ظهر النهاردة ليه افتتاح القرية الولمبية لهاية قناة السويس اخترعها اه مناسبة هو اخترع مناسبة يطلع فيها والدليل الدليل هو مش افتتاح قبل كده في مارس افتتاح القرمبية دي خد الخبر داه مصر تحصد ستة زهبيات بالبطولة العربية البارالمبية للتنس الطاولة اختتمت مساء اليوم الاتنين منافسات البطولة العربية الاندية التي اقيمت بالاسماعيلية في الفترة من كذا كذا بالصالة المغطاة للقرية الولمبية لهيئة قناة السويس الكلام ده فان ياولاد في 28 مارس عشرين اتنين وعشرين يعني القرية اللي هو قاعد يفتتاحها النهاردة دي اهو في مارس كانت شغالة القرية الولمبية لهيئة قناة السويس وتلعب فيها بطولة ده الدليل يا حضرات على ان السيسي اخترع مؤتمر وقاعدة والحديدة وقالو عشان ويقولك افتتاح القرية الولمبية اللي اصلا كانت شغالة واستضافت بطولات لكنها مجرد حج عشان يطلع يرد علينا لدرجة ان المصر اليوم كتبت الخبر كده المصر اليوم كتبته بعد افتتاحها من جديد شوف اتكاسفوا بعد افتتاحها من جديد معلومات عن القرية الولمبية لهيئة قناة السويس المصر اليوم الحقيقة مقدرتش تجدب وتقول افتتاح افتتاح السيسي اليوم الخميس القرية الولمبية لهيئة قناة السويس تلك القرية التي تم افتتاحها بعد عامين من اطلاق شركة قناة السويس الجديدة تقدم العديد منها يعني القرية دي الاعداء اللي هو اعداء النهاردة دي الافتتاح ده تاني مرة يتعمل للقرية اللونبية وده اللي خلينا اقول لك ان السيسي جاي مخصوص لنحن عامل اعداء ولامم الليلة كلها ولامم الحرمية عشان يتكلم كلمتين انا فاكر اخر مرة طلع السيسي كانتكلم علينا او على القنوات المعارضة في الامم الاتحدة لما حرض علينا الدول وقال ان الدول التي تستضيف المنابر الاعلامية وتوفر لها الملازل الامن حد فاكر ده اسمع ده في سبتمبر 2020 بعدها حصل بقى اتفاق بين تركيا ومصر وقعدونا في البيوت اوكي قعدنا في البيوت ما جابش سيرة الاعلام قبلها بقى طول ما كنا على الشاشة كان فيه هجوم متواصل علينا من السيسي نفسه سيبك من قلضيشه خلانشوف الفيديو ده كده وقدر عبدالفتاح السيسي انه قعدنا في البيت سنة النهاردة بقى بعد ما طلعنا له طالع يكلم علينا تاني النهاردة احنا لازلنا عقد السيسي بعد اعترافه بفشل اعلامه اخد عبدالفتاح بنصيحة احمد موسى واخترع مناسبة مناسبة اي مناسبة افتتاح القرية الاولمبية اللي اتفتحت في مارس اي قعدة وطلع يحط لهم سياسة تحريرية لاعلامه سياسة تحريرية جديدة ويديهم من علمه وخبرته في الاعلام التلفزيوني ويقول لهم ازاي تتعاملوا مع الاعلام المناوة حضرات السادة خلونا اعرفكم دلوقتي على عبدالفتاح مش بتعجيش عبدالفتاح التلفزيونجي حضرات السادة يقدم لكم عن فتاح السيسي رئيس تحرير برنامج اخباري دعا فتاح السيسي في وظيفته الجديدة رئيس تحرير برنامج اخباري بس هو قال هتقولهم حاجاتهم بتاعتنا احنا يعني ودحكوا الناس عليهم علينا احنا يعني تضحك الناس علينا عبدالفتاح هي دي مشكلتك عبدالفتاح اللي هيحل مشكلة مصر انك تطلع علينا كوميكسات على كل حال احنا مستعدين نطلع نلبس اراجوزات لو ده هيحل ازمة مصر عبدالفتاح مستعدين نطلع نقول نكت زي حمادة الله يرحمه الرجل بتاع النكت لو ده هيحل مشكلة مصر وبعدين عبدالفتاح ما انت بقى لك سنين بتعمل برموهات في اكسترا نيوز علينا بقالك سنين بتطلع اعلامك يقبح ويجتمنى وتسريبات جنسية وفضائح حلت حاجة عبدالفتاح يا فتاح انت مش راجل دولة البلد مش لعبة عبدالفتاح البلد مش بلاكنتين في حية عشوائي نقعد نشارشح لبعض البلد بلد كبيرة عليك يا فتاح البلد مش لعبة عشان نشوف مين يضحك عالتاني وبعدين انت طالع تقول لإعلامك يعمل ايه وميعملش ايه طب مهم كانوا بينفزوا اللي انت بتبعته على سامسونج وكان في حد فيهم اصلا بيفكر طلعت لهمهم ليه دلوقتي على كل حال كلام السيسي ونصيحه فتحت عليه ابواب جهنم في تعليقات الناس زي الناس اللي دخلوا علقوا على صفحة الشروق تعالي شوف الناس علقيت قالت ايه على صفحة الشروق الحمد لله بسمعش لي لاني على ثقة فحضرتك ادي واحد وفاء طب وبقى الشركات العملاقة في كل ما المجالات اكاذيب برضو الناس بقى بترد عليك ايه طب قول اجذوبة واحدة منهم كل اللي قالوا عنك مايجيش عشرة في المية من المصايب بتاعتك واخرها الطيارة ومتنشر مليار جنيه فعلا اللي بيأكد الاكاذيب دي ارتفاع سعر الدولار وتدني قيمة العملة وارتفاع الدين المحلي والخارجي وارتفاع معادلات الضخم بالشكل قول مسبوك من 200 سنة سيبك انت سيبك انك خليك لازق انت في الكرسي عشان تحافظ على عمرك حتى لو بقيت اخرب اخرب من الخراب مش مهم حتى لو بقت البلد يعني اخرب من الخراب حد الثاني انا بقترح نعمل مسلسل اختار الجزء الثاني صفحة الرد على الاشرار ده تعليقات الناس هو فين الاعلام المعاردة ده كله بيطب العمال على بطال والحقيقة عمالة الزيف رغم الخيبة اللي بنعيش هدى انتو تمصتوا الحياة بكل قوتكم عن اي اعلام تتحدث وفي حد يقدر يقول في مصر غير التعليمات اللي بتيجي من عندكم ده احنا بنعيش فترة تكميم افواه لم نشهدها من قبل محدش حتى يقدر يعترض دي فاطمة عبدالفتاح يوسري بيقولك وكبدة الاختيار ومحلات البرينس اللي هدتوها عليه للأسف انتو مش شايفين حد في البلد غير جنابكم والحشية المرضي عنها برضو صحافة معادية للأسف على فكرة احنا مصريين وبنحب البلد وعايزين الناس الغلابة تعيش في كرامة مش زلت لقمة العيش وحبة الدواء ده يوسري قادي عماد قالك ليه المشاريع والقروض لو تعرض على مجلس الشعب ويدرسها بحرية ويرفض او يقبل ده عماد في حد تاني يا شباب قادي واحد تاني قالك والطيارة ممو خمسمائة مليون دولار كان من الإعلام المعادي والقصور اللي زعقتلنا قلتلنا انك بنيت وحتبني كان من الإعلام المعادي والقروض اللي غرقتنا فيها واللي طلع طلع مش عارف ايه من البنك المركزي كان من الإعلام المعادي وتوقيع اتفاقية شرعية شرعية سد النهضة وجبت الرجل حلفته مية النيه اللي ضاعت كان من الإعلام المعادي سيادة البتاع كل الحجر دي ملهاش أي تبريد اللي شعب بيعاني وبالطلب ويقلع هدومه احسن حال انك ترحل وتسيبها لغيرك سيادتك ولا نبي مرسل من السماء وفيه الاف يقدروا يحكموا البلد ويحلوا المشاكل من غير أصور ولا مدل الأغنية ولا بيع أصول مصر اللي أجدادنا تعبوا فيها ده وليد يا عفتاح ده وليد دي عينة من تعليقات الناس اللي مش محتاجة حد يقول لها تصدق مين وتكذب مين لكن السيسي اللي كان بيتابع حلقة مبارح وماشي على سكريبت الاستوانات المشروخة بتاعته اللي احنا توقعنا انه هيتكلم فيها وعشان تعرف قد ايه فيه بقس للسيسي وإعلامه فاحنا هنا سبقناهم بخطوة وتوقعنا مبارح شوف حلقة مبارح توقعنا السيسي لو طلع هيقول ايه ووسقنا استواناته المكررة حد شاف حلقة مبارح مبارح طلعنا قلنا لو طلع هيقول ايه النهاردة طلع قال نفس الاستوانات نشوف الجراف كده بتاع المأزوم اتفرج الجراف استوانات السيسي لتبديل ده اللي عرضنا مبارح قلنا لكم لو طلع هيتكلم على وعود براقة يقول لك اصبروا انا مضيعتوش قبل كده الانجازات غير مسبوقة هتشوفوا مصر جديدة وقلنا لما بيطلع يتكلم على الفشل بيبرر الفشل بصورة يناير وكورونا وكورانيا وزات السكان ومؤامرات اهل الشر وقلنا لما بيخلص دول ودول بيحذركم بقى احنا مش احسن من سوريا والعلاق البلد اللي بتضيع ما بترجعش ما اسمعوش كلام حد غيري كله هيتحاسب على علامة وعارض مش مصدق وحياط ربنا ده اللي قلنا في حلقة مبارح ده اللي قلنا بالملي ولو علي جدع يجيب لي فقرة من حلقة مبارح وانا واقف بلبسي اهو هتشوف لبسي غير النهاردة حلقة مبارح طلعنا اتكلمنا على الاستوانات دي بالزبط وكأنه وكأنه ما بيفكرش طلع المعارضة اتكلم عن ثلاث استوانات دول بالزبط استوانات الوعود البراقة والكلام العسل عسل تبريراته من الفشل بيفشل ليه تحذيراته الحقيقة من انه لو حصل له حاجة او رمش عينه اللي جرحني رمش عينه البلد هضي انا قلت الكلام ده مبارح تعاني شوف بقى الاستوانة الايه الاولة السيسي طالع يقوله صبره سعدوني وقفوا في ظهري النهاردة ده قلناه مبارح النهاردة بقى طالع يقوله ايه ايه العب دي اول استوانة طب خليك معايا معلش عيد تاني عشان البيه مبارح كنا هنا بالليل زي دلوقتي قبل ما السيسي يطلع وقلنا لكم السيسي لما بيطلع بيعمل ثلاث استوانات الصبر والوعود البراقة اسباب الفشل انتو مش هو وبقى انت حزيرات لمصر تقع اللي ما حضرش حلقة مبارح انا هفكره بالحلقة دي او بجزء من الحلقة دي تفضل ومش هيقدر ينقذك انتو الاتنين فشلة وكدبين وحتى لو طلع عشان يعود خبتك زي ما انت عايزه يطلع ويحاول يأثر على الناس بالاستوانات العاطفية فكلامه مش هيخرج عن الاستوانات المشروقة مصر في تلاتين ستة التبريلات بقى صورة يناير بوازت الدنيا كورونا و اوكرانيا بوازت الدنيا زيادة السكان مش بخلينا عارف انام مؤامرات اهل الشر اللي عاديين فلان طيب التحزيرات بقى مش احنا احسن من سوريا والعراق البلاد اللي بتضيها ما بترجعش ده كان مبارح كان مبارح الصبح طلع عمل نفس السكريبت احنا من الصحر يا حضرات احنا تهمناه وحفظينه الصبح طلع يتكلم على الستوانة الاولى اه ده من حلقة مبارح هاتلي بقى الستوانات هاتلي الستوانات التانية بقى النهاردة الصبح طلع يتكلم على الستوانة الاولى اسبروا سعدوني وقفوا في ضهري ضهري مش عارف عامل ازاي والنبي والولي واحنا قلنا ولأ وهتعمله زي بتوع سيدنا موسى اذهب انت وربك فقاتلة هفكرك تاني بالفيديو النهاردة فضل النهاردة الفيديو النهاردة طالع يقول سعدوني اقف في ظهري نفس الكلام اصبر معايا سنتين اصبر معايا ستة شهور اقفوا جنب مصر الى اخر يعني وانا عامل انجازات السيسي بقى بدليل ان انتو الوحيدين ان اجيتوا وربنا كان معايا نشوف السيسي وبيقول ان الله لا يستعامل مفسدين لو احنا كنا مفسدين ما كناش عاملنا كده خالت قاعدة بقى ده انتو الوحيدين ياهب ده انتو الوحيدين دي السيسي الاولى السيسي بقى التبرير ودي السيسي بقى افرط فيها قوي وفضل يشغالها ويكرارها كتير شوية قال لك هات الستوانات تانية الله يخليك هنا هات اللا هات الستوانات استوانات تانية بقى التبرير شوية قال لك شمعة يناير واللي حصل في يناير وشوية اضاف عليهم اهي الستوانات تانية صورة يناير كورونا زياد السكان مؤامرة اهل الشر افرط قوي بقى في الكلام النهاردة على صورة يناير ورقبت رقم خزعبلي من الخسائر قال لك صورة صورة يناير تسببت في ان مصر خسرت ربعمية وستين مليار دولار تعاني شوف كده اسمع السيسي بيقولي صورة يناير انا طبعا فزعني انا واحد من الناس اللي فزعني الرقم الفزوع اللي قالوا ان صورة يناير تسببت في خسارة مصر لربعمية وخمسين مليار دولار وهو بتاع ايه الرقم ده ما تعرفش هل لما طلعنا في يناير فككنا الهرم وبعناه هل لما طلعنا في يناير ناس سحبت قناة السويس وديتها حيث ده ما تعرف بتاع ايه الربعمية وستين مليار بتاع ايه ده البنك المركزي كان الاحتياط النقد فيه وقتها ستة وتلاتين مليار بتاع ايه ربعمية وخمسين مليار بتاع ايه على اي حال مش هضيع وقت هنرجع للارقام بتاع فتح لانه عنده مشكلة مع الارقام اصبر علي كده لكن دي كانت واحدة من الحجج شوية ورجع يقولك حرب اوكرانيا والازمة العالمية هي السبب احنا لسه في الاستوانة رقم اتنين تبرير الفشل العب لا الراجل ما كدبناش ما كدبناش هاتلي الاستوانات يا ما تنساش الاستوانات يا الله يخليك يا عيز يا علي عيز الاستوانات الراجل ما كذبناش في الاستوانات التاني صورة يناير كورونا الراجل ما بيكذبش وطبعا مؤامرة اهل الشر شوية شو لك لا ده الزيادة السكانية النهاردة بيقول انتو شعب كتير نسمع كده وبيقولك لحد النهاردة زيدنا خمسة وعشرين مليون ما الراجل يا جماعة وحيات ربنا كان رئيس تحريره هو رئيس تحرير برنامج ده وكان فريق اللي اعدله الكلام بتاع النهاردة يبدو ان الفريق بيخني وبيعدله ما خرجش عن استوانات في تبريل الفشل ثورة يناير كورونا زيادة السكان ومؤمرة أهل الشر نيجي بقى لستوانة التالتة لما يفشل بقى خلاص ويفلس يقولك احنا احسن من سوريا والعراق البلاد اللي بتضيع الكلام ده قلناه مبارح الكلام ده ايه شوف حلقة مبارح قلناه بالنص البلاد اللي بتضيع ما بتضيعش بالنص يا حضرات بالنص مبارح بنقول هيقول لكم البلاد اللي بتضيع ما بت ما أمرت بقى أهل الشر والبلاد واللي قال لك هيعملوا كل ده عشان أنا رفر رفر التصالح نسمع السيسيو بيتكلم صباح وقد كده يعني أنا اول عول أنا اول عول الحل عنده انك تقبلني بمشاكل وفسادي وقصوري وطياراتي والبلوي بتاعتي احسن والله أجيب لك العو والعو هما الإيه الإخوان هو بيو كده يعني نتصالح نتصالح يعني يا دكتور معيت ها هتقبل البلاوي الزرق اللي انت شايفها دي وطياراتي والحاجات دي والمدام والبرندهات وكده ولا أجيب لك العو شغلة قطع طرق هتطلع اللي في جيبك ولا أشرطك السيسي طالع قال لك البلاد اللي بتروح ما بترجعش نفس النص اللي قلناه مبارح والنيح سحنم أحسن من سوريا والعراق وما تخربوش بلدكم اسمع النص اللي قلناه مبارح اللي كتبناه مبارح السيسي قاله بالنص علي مش مسدق علي طب يا علي عيد الجزء بتاع مبارح وشوف اللي احنا قلناه مبارح في الاسطولة التالتة في حلقة مبارح عيد وعيد بي يعني احتفظ ديب دي علي بالجملة دي البلاد اللي بتروح ما ترجعش هتبقى حالة مبارح كده بالنص بالنص لا ده احنا بنسحر بالنص عارفيني الراجل هيقول ايه قص ده فلس ده ما عندوش حاجة بالنص بتقول مبارح ده اسمع 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 لمبالا كله هيتحاسب دول يا احمد اللي هيقولهم السيسي فما تقعدش بقى ايه تستنى يوسف بيه واهبي يجي خلصك القصة دي الخلاصة لا الوعود هتاكل مع المصريين لانهم شهبوا وعود ولا التبرير هيداري اهو دي حلقة مبارح دي حلقة مبارح اهو والنص هو البلاد اللي بتضيع ما بترجعش دي حلقة مبارح دي حلقة من 24 ساعة فاما ان فريق الاعداد بيخني ويكتب للسيسي واما ان احنا حفظنا السيسي وبقينا حاجة جامدة جدا اللي قلناه مبارح بالنص قاله سيسي الصبح سواء استونط الوعود او تبرير الفشل او تحذير وان البلاد اللي بتروح ما بترجعش او يمكن ما ترجعش خاليا نشوف كده السيسي وبيتكلم احنا مع بعض مسؤولين عنها هنشيل وزرها لما نخربها وما تسمعوش كلام حد عايز يخربكم اسمع كده ايوا دولة صح بتبني 20 مدينة بتوعك صح بتبني شركة الكوك بتبني مصنع حدو السلب بتبني القومية الاسبنت بتبني شركة اسكندرية بتبني شركات الغاز اللي كل دي قفلته وبتبني ايه او ما لو بتهدي بتعمل ايه هنرجع للكلام ده تاني بس بعدين انما دي استوانات السيسي اللي تكلمنا عنها مبارح واللي السيسي نفزها بالحرف النهاردة الوعود التبرير التحذير واللي ما خرجش عنها السيسي يا حضرات فعلا زي ما اللوحة اللي قبل دي موجود السيسي مقزوم مقزوم جدا عشان كده اللوحة اللي دي اللوحة اللي بعد دي السيسي مقزوم مقزوم لدرجة خرج يدافع عن مشروع التفريعة اللي تكلمنا عنه مبارح والله العظيم المشروع اللي تكلمنا عنه مبارح وقلنا انه فاشل طالع السيسي يتكلم عنه مبارح يعني السيسي مسك في التفريعة واعتبره أكبر نموذج ناجح في مشاريعه ده لسه مبارح بنتكلم عنه حضرات السادة انت مش مصدق يا علي ومش عايز تصدق ان انت كنت نايم ولسه نايم لحد الوقتي يا حضرات نشوف الفيديو ده لعبد الفتاح السيسي اللي قال لنا وبيرد علينا ان احنا جزيبنا وقادي قناة السويس اولا احفتاح القصة ان القناة ما كانتش اولوية وان احنا دلوقتي بندخل سبعة من خمسة مليار لسبعة بدل سبعة بدل خمسة مليار سبعة مليار والكلام ده هردلك علي بس بعد ما شوف الفيديو ده يعني انا صعبان علي الفقرات بتاع عنق مصطفى بدبولي طول الوقت عمالي هز فراسه طب موقع الزاوية رد عليك موقع الزاوية التابع لوكالة الانباء رايترز رصد قبله وبعد 2015 لما تم افتتاح التفريع وقلت بلك انباري حفتاح اهو موقع الزاوية بتاع رايترز قال لك اهو ما حصلش التطور الرهيب اللي حضرتك بتكلم عنه لان ببساطة عبد الفتاح اهو 2020 القناة جابت خمسة مليار 2019 القناة جابت خمسة مليار وفاصل تماني القناة 2018 القناة جابت خمسة مليار فاصل سبعة سبعتاشر خمسة مليار فاصل تلاتة ستاشر يعني هي نفس القصة فين السبعة بقى جبتها منين السبعة دي وجبنا سبعة مليار مش كده مستمرت بقولي ايوة سبعة فين السبعة انتوا اتحكتوا على المصريين وعدتوهم من الارادات هيوصلوا لمية مليار دولار مش احنا انتوا اتحكتوا عن ناس اهو قادي ما ميش طلع اهو في اليوم السابع قناة السويس الجري ستدر مية مليار دولار سنوية اهو ابو لمعة اما قصد بقى انها مش اولوية وتسبب في الخرار ده ما كانش كلامنا مش احنا اللي قلنا ان حفر التفريعة اللي انت مسميها قناة السويس ما كانتش لازم تبقى اولوية مش احنا اللي قلنا الكلام ده ده كان كلام هشام رامز محافظة بنك المركزي قبل التعويم وقال ان ده عمل ازم الدولار وقال هو اللي توقع هشام رامز وقال وكان محافظة بنك اسمع كده يعني مش احنا اللي قلنا انا مش اولويات مش احنا اللي قلنا ان انت تم افراغ خزائن البنك المركزي عشان بدل ما تعمل المشروع في ثلاث سنين عملته في سنة عشان تقعد وتجيب الحديدة وتقعد تغني عن الناس بعد كل ده ما ينفعش بقى تقول ان احنا بنشكك لا يا عفتاح الارقام هي الارقام خلينشوف كلا عفتاح وبيقول الدولة دي بتعمل كل حاجة بدراسات الدولة اللي انت بتديرها دي النظام ده بيعمل كل حاجة بدراسات يعني انت كنت تدارس مشروع التفريع كويس وكل المشروع التانية انا بس يا سيسي انا هرد عليك من كلامك انت انت اللي قلت انا مش بتاع دراسات جدوى انت اللي قلتوا ان مشروع التفريع كانت مكالمة حب بينك وبين مهاب ما ميش بالليل في نص الليل وانك انت صحيت الصبح اخدت قرار بالتفريع انت اللي قلت انا مش بتاع دراسات اهو مش احنا اللي قلنا يا عبدالفتاح مش احنا اللي قلنا انك انت مش بتاع دراسات جدوى وانك ما بدرستش ولا مشروع من انت بتعمله لدرست جدوى العاصمة القدرية ولدرست تفريق قناة السويس ولدرست اي حاجة مش احنا اللي قلنا ده انت اللي قلت انا مش بتاع دراسات جدوى اتفرج يا فتاح انتو الاتنين قدام بعض عبدالفتاح وعبدالفتاح السيسي ودراسات الجدوى 2018 بيقول لو دراسات الجدوى انا مشيت بيها وخلتها العامل الحاسم في حل المسائل بمصر انا اتصور انها ما كناش حققنا 20 او 25% حققناه النهاردة جاي يقول كل مشروعات بتنفذها بناءا على دراسات مسبقة بالتعاون مع مكاتب عالمية مش قاعدين نعملها مع بعض كده عشان بيصرب بمقتضاها مليارات الجليهات ده انت اللي قلت ده مهابنا مش طلع فضحك بيكلمك على مشروع والصبح تكلمه انت نمت لا يا حبيبي تبقفل لقفل انت الاول وفي الاخر قال له تعالي على المكتب ننفذ المشروع لدراسات جدوى ولقى 64 مليار فنوس المصريين ترمت في الارض في مليارات الدولارات البنك المركزي اتخدت عشان مشروع هو حلم بيه مهبه مش وانت نفسته له الصبح لو عايز نموذج تاني بقى ان القناة عملت عشان رفح الروح المعنوية فيكفي انك انت بعد كل الصرف ده كانت القناة فيها عيوب اضطرت تعمل مشروع تاني لتطويرها بعد ازمة السفينة ايفر جيفن اللي اتحشرت في البتاعة ده الممر والمشروع التطوير هيكلف 14 مليار الخبر هو توسعة جديدة قناة السويس المصرية بتكلفة 14 مليار دولار ده كان في مايو 21 لان بعد ايفر جيفن الدنيا قيت لك لا بقى ده فيك ومشكلة وهنعمق الجزء الجنو من النوار المائي الذي علقت فيه السفينة الحوية ايفر جيفن في مارس كذا وعطلت المرور يعني مفيش دراسة واخيرا حكايت بقى ان القناة بتصرف على نفسها وهي اللي بتمول التطوير الجديد فدي كتبة لان القناة مديونة ساعتك وبتستلف من البنوك 20 مليار اسمع بقى السيس بيقول ايه ده خلي بتصرف عليها بتاع نشوف كده الخبر من شهرين في الشروق بتقول ايه اقتصادات قناة السويس تخاطب تحالفها بنصرفيا لاقتراض 20 مليار جنيه ده خلي ايه ده خلي ايه يا فتاح انت بترسم على مين بتكتب على مين الخلاصة الموضوع مش مين يضحك على التاني احنا مش عايزين بلدنا تبقى سوريا والعلاق والخصة ماش نقطع فتاح اللي انت بتعمله بيضيع البلد فعليا وكل الناس والخبراء مش احنا نصحوك بلاش التفريع بلاش صندوق النقد بلاش العاصمة الادارية بلاش في القصور الرئاسية بلاش قروض لغاية ما بقت البلد في ازمة مش مستحملة خالص خالص مفيش دحك دلوقتي يا فتاح مفيش مين يضحك على مين البلد مش مستحملة حد يضحك على حد البلد وصفها شاعر سندباد الكلمة انها بلد العميان دولة العميان هو اللي بيقول يا دولة العميان قولي او قولي اللي بيحكمك كف فائت همومنا الحقيقة جبال وهو ولا بيحس وقفين في قلب طبور عايشين فيكي بالدور عشان نحقق حلم والحلم مات من الوقفة وابنه مات بعده راضيين نموت من الجوع لكن اللي حكمك لا يا دولة العميان دقي نقوس الخطر داللي حكمنا يا جبان ماهوش اساسا بشر سجن اللي قال تعبان قتل اللي يوم اعترد ما رحمش فيكي ضعيف ولا ترك له سند يا دولة العميان يكفيكي زيف وغش ما تقولي عايزة ايه وتجيلنا كده وش في وش ما كفاية غدر وخوف ما كفاية سحل وسجن ما كفاية ابنك هاجر وتعبنا عشتك زل كل واحد فينا عنده مشكلة في حتة بس بيحاول يداريها يعني التخين بيحاول يداري الكرش بتاعه القصير بيحاول يلبس كعب شوية اللي ما بيعرفش في الحتة يعني يداري حتة مش عارف ازا كل واحد فينا عنده مشكلة الا الحماقة ما تعرفش الداريها الاحمق ما بيعرفش داي حمقه خالص لانه الحمق مسألة فكرية في مشكلة عميقة ما بين السيسي وبين الارقام مشكلة محتاجة دراسة نفسية اكتر منها اقتصادية لانه يا جماعة ماينفعشي 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 والله العظيم ورحمة خالي حسن ماينفع مسؤول يطلع يضرب ارقام يمين وشمال من غير ما يبقى فيه حد بيراجعه وكله عمال يهز دماغه حتى اسامة ربيعي يعين القاعدة تمام يا فنم كل حاجة تمام يا فنم مصطفى مدبولي قاعد زي يوم شبكته قاعد حاطي يده كده وعمال يهز في رأسه بس المسؤولين بيقفوا زي التلامزة الخيبين يوقف يا كامل يوقف كامل حدتك يا فنم قاعد يا معمعية يجي يوقف معينة حدتك يا فنم ايه ده ايه ده الراجل بيغبط ارقام خبط النهاردة رقم جهنمي قالك اللي حصل في 2011 وكلفنا و2013 كلفنا 450 مليار انا استوقفني الرقم ده وعادت كتابته كتير الرقم ده بتاع ايه وليه يعليه ملاحظات كتير جد الرقم ده بتاع ايه عدسه مش 54 جنيه ولا 54 مليون ده 450 مليار اسمعوا كده اسمعوا اسمعوا اي تلويش يا جماعة الراجل هو قاعد مش وسط ناس عالين هو بيعتبر المصريين دول متخلفين عقليا يعني ايه 450 مليار ده بتاع ايه هتجنن لحد الوقتي بتاع ايه والله ينسعت ما سمعته وانا اعمل اسأل نفسي هو بيقول ده تأثير مدمر تأثير 2011-2013 اللي حصل وده تأثير مدمر على اخصار المصري كلفنا 450 مليار بتوع ايه يعني اضعه ازاي يعني كانوا احتياطي نقدي مثلا واتخرب بيتنا فيهم مش صحيح لان انا قلتلك وقتا حداك لاحتياطي النقدي ساعة صورة يناير كان 36 مليار دولار جاملين الرقم ده ايه اللي حصل بالرقم ده بس على فكرة انا مش بس انا مستغرب ده طلع ناس تانية مستغربة والجمال رئيس تحرير مدى مصر السابق كتب بيقول بوستهو بيقول في 2010 كان ناتج الاجمالي لمصر يصل الى 219 مليار دولار زاد الى 256 مليار عام الثورة ثم الى 279 مليار في عام 12 ايه الربعون وستين مليار دول بتاع ايه انا اقول لك يا استاذ واد السيسي عنده مشكلة مع الارقام ودي على فكرة مش اول مرة النهاردة بنتكلم انا وزميلة في الاعداد يعني متأكدين من اللي احنا بنقوله الراجل ده بيضرب اي ارقام اي ارقام بيقولك اي حاجة بيقول اي حاجة مبارح طالع يقوله قدام الستة امينة محمد اه نائب الامينة عام المتحدة يقول لها ده احنا عندنا مش مدينة واحدة احنا بنعمل 20 مدينة من الجيل الرابع يعني احنا بنعمل 20 مدينة زي سنغافورة زي دبي مدينة زكية بنعمل 20 مدينة زكية من الجيل الرابع ده انت ما خلصش مرحلة الاولى في العاصمة الادارية قالك العاصمة الادارية انت شفتوا حاجة ده احنا عاملين خطة ل 20 مدينة زيها برضو في 2015 طالع قالك هنعمل مليون ونصف مليون فدان في سنتين مليون ونصف فدان هتزرعهم في سنتين ده انت فاجر في الارقام ده انت عالي جدا ده انت تروح على طول منك على العنبر العقلاء على طول وعشان نثبتلك ان السيسي عنده مشكلة مع الارقام وانه بيدرب ارقام وخلاص بيقتش جمعنا التجميع دي من ارقام السيسي عزيزي المشاهد ارجوك ما تتخدش اسمع جنون 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 11 بيقولك خلصنا في 4 سنين 11000 مشروع 3 مشروعات كل يوم بيقولك هنعمل في سنتين هنزرع مليون ونصف فدان جنون عنده في الارقام لا مش مش طبيعي الارقام ما بتجذبش الارقام تكذب تصريحات السيسي حول انفاق 6 تريليون لمواجهة الفقر اصارت تصريحات السيسي حول انفاق 6 تريليون لمحاربة الفقر غضب كثير من المصريين وبعد ما البنك الدولي قالك ان الفقر زاد الى ستين من 26 الى 60% الارقام ما بتجذبش ديون مصر سيسي يجذب من جديد وخبراء الاقتصادي وفن دول السيسي الارقام ما بتجذبش ارقام الحكومة تكذب السيسي بشأن استثمارات المشروعات الجديدة الارقام ما بتجذبش الارقام تكذب السيسي قفزات متتالية في موازنة الرئاسة ما بتجذبش ارقام وزارة التخطيط تكذب ارقام السيسي موضوع الارقام الحقيقة مش بعيد عن توتر السيسي من الاعلام وزي ما قلتلكم في البداية السيسي مأزوم بدين النهاردة طالع يقولك نشيل مع بعض قالك انا جيت في 2011 2013 و14 قلتلكم نشيل مع بعض مش القيادة السياسية والحكومة لا احنا سوا نشيل مع بعض قالك انا اول ما جيت في 2013 بعد شارك تقولكم نبني سوا نبني مع بعض سوا حالو حالو دلوقتي بقى افتكرت الناس انت دلوقتي افتكرت ان في شعب وفي ناس يعني انت عايز الناس يشيلوا معك دلوقتي تبوا السؤال بقى كانوا فين الناس دول منك يما رحت تمضي اتفايت سد النهضة وضيعت مية النيل سألت حد قلت له عايز اروح قمضي سد النهضة ما حصلش انا هرد عليك بالمنطق يا الفتاح وبادب انت بتقول في الفيديو النهاردة انا قلتلكو في 2014 نبني سوا مع بعض كانوا فين الناس لما انت رحت مع نفسك كده وقعت في مارس وقعت اتفاقية سد النهضة كويس كان فين بقى لحن نبني مع بعض لما رحت حطيت تمانية مليار في التفريعة وفرمت الاحتياط النهضة وما سمعتش لحد ولا القروض اللي انت غرقت فيها البلد كانت فين الناس ما سألتش الناس دي قلت لهم نعمل تفريعة ولا ما نعملش كانت فين الناس لما رحت عملت عاصمة ادارية بيدماغك كده رحت سألت الناس قلت له يا جماعة هنبني عاصمة ادارية ما عصالش كانت فين الناس يا عبد الفتاح لما رحت خدت قرد من سندوق النقد 12 مليار دولار في 2016 من غير ما تسأل الناس كانت فين الناس كانت فين الناس عفتاح لما رحت بنيت قصور واتفضحت فخرجت وقلت اه بابني قصور ما قلت تشتري الناس انك بتبني قصور او عايز تبني قصور كانت فين الناس كانت فين الناس قبل ما تشتري الطيارات وتبني القصور كانت فين وتخرج وانتهل بجحت عالتارف وتقول اه انا عامل اصور هي لي او ما سألتش ليه الناس ما قلت لهمش ليه عايز اعمل عاصمة ادارية كده وروأكم كانت فين الناس وانت بتطردها من بيوتها واتهجرهم من مكان لمكان سألتهم كانت فين الناس عفتاح لما قفلت المصانع وبتبعها دلوقتي لاخوانا في الخليج ما سألتش الناس ليه ما سألتش للناس ليه عن القرد الاول والتاني والتالت بتوصدون النقد والقرد اللي انت جاي تاخد دلوقتي ما سألتش ليه الناس قبل كده اشمعنا دلوقتي طالع تشيل تقول نشيل مع بعض لما فشلت بقى عايز تلبسها في الناس مش انت اللي قلت لهم قبل كده اتطمنوا في حكاية النيل اتطمنوا الناس اللي قال انا انا ضيعتكو قبل كده عشان اضيعكو تاني ما انت كنت متصدر وفتح صدرك اهو وفي الاخر عملت لهم كده انا ما ضيعتكوش قبل كده طب ضيعتهم بعد ما ضيعتهم جاي تقول لهم احنا قلنا نشيل مع بعض كانت فين الناس لما عدتوا لها اصبروا وسترون فكرنا كده بالاستوانات اللي شبع بيها المصريين بقى لها تسعة سنين وجاي يقول لك دلوقتي نشيل مع بعض فكرونا يا حضرات ما تسمعونا صلاة النبي سمعونا استوانات اصبروا وستروا اتفضل ما تجيش على الناس دلوقتي الله يخليك يا فتاح ما توردش الناس دلوقتي ما تلومش الشعب الشعب بقاله من 2013 رفع صورك الشعب من 2013 الحقيقة غنالك يعني هي الحقيقة الشعب استحملك كتير قوي قوي وتشتم وتبهدل وجاع وبرضه فيش فايدة فالشعب دلوقتي يا عبد فتاح بيقول لك الكلمتين اللي قالتهم الست لحبيبها كفاك تلعب دور العاشقين معي وتنتقي وعودا لست تعنيها كلماتني لست تعنيها كفاية بقى كفاية بقى كفاية تقعد تقوله انت ومش انت ونشيل مع بعض نشيل ايه ده انت خرمتها تب الحل ايه بقى انا اقول لكم الحل اللي قالوا السيسي النهاردة اللي بعدو الحل ايه بقى عم عز الحل ايه عم علي الحل للسيسي المأزوم في كل حاجة قعد يفكر بس طالما هي نفس العقلية الرملية اللي ودتنا في دحية سابقى برضو هيبدأ الحل زي ما هو عمر ما يوصل لحلول فطالع بقى يفكر في حل عارف انت المعتوه لما يعمل الجريم ويقولك مش انا انا مكشت واحد يا فكر انا كان معايا ناس عفتاح زي ما ورت الجيش وورت المؤسسات الدينية الكنيسة والازهر في دم في دم ارتكب ضد الشعب المصري عبدالفتاح بقى طالع يعمل حل ودلوقتي بيورت السياسيين فيما يسمى مهرجان الحوار الوطني الليجان بقى ودخلوا ناس ودخلوا الناس السبوبة وبقت مشكلتهم الليجان عبدالفتاح طلع النهاردة بفكرة عبقرية قالك انا عندي فكرة جديدة لنك ايه يا معلم قالك نعمل مؤتمر تاني اه هو انت بتفجحش مؤتمرات ما هي كلها مؤتمرات السيسي دعا لمؤتمر اقتصادي جديد وقالك نجيب فيه كمان الخبراء اللي ضدنا اسمع طبعا رقبت مصطفى مدبولي على زنبالك على سوسط انا بقترح ان احنا نعمل مؤتمر اقتصادي مصطفى مدبولي على طول بهز اقفض المؤتمر الاقتصادي بتاع شرم الشيخ هو انت بتعيدي العجلة تاني مش انت عملت مؤتمر في شرم الشيخ زمان وقلت المؤتمر دخل لمصر مليارات تاني هنعيده تاني مؤتمر تاني المرة دي هقولك هنجيب اصحاب الرأي المخالف ايه هذي الحنية دي ايه الحنية دي اصحاب الرأي المخالف واللي مش مخالف يعني اصحاب الرأي المخالف اللي في السجون قصدك ولا تقصد مين اللي المخالف زي مصطفى بكري المهم يعني نعمل مؤتمر هجيب مين مستثمرين اللي هم مين صفان ثابت وابنه اللي في سجونك ما هو ده مستثمر ولا السويركي اللي في سجونك ولا الرجل اللي انتحر ولا الرجل بتاع اندومي رجال الاعمال اللي دغطت عليهم يدفعوا في المونورويل ده عشان يعملوا اسموا ايه اه معطات العافو الدولية صراع على جهينا المصرية وراء القبض على مؤسسها ونجلها دول المستثمرين اللي انت عبد الرحمن سعودي وصفان ثابت وحتى اللي انت راضي عنه زي بتاع الكابلات ده السويدي قلت له تدفع في القطر دول هجيبهم يعملوا ايه ومنصور جيبته دفعته وبعد السؤال هو فين الحوار الوطني اصل انت مشغله ومصدعنا به ده مش الحوار الوطني فيه باندي فيه اقتصادي برضو ولا انا مش شاهم الحوار الوطني اتكلم في ايه ما بيكلمش في المعتقلين ده بيتكلم في حكاية الاقتصاد وبعدين المؤتمر ده بقى نتائج المؤتمر ملزمة لك يعني لو طلع هاني توفيق والناس الخبر دول اقول لك بص معلم انت مشكلتك ازمة سياسية مش ازمة اقتصادية هيلزموك بدا مش هيلزموك يبقى ايه لازمته مؤتمر اقتصادي تاني ولا هي قاعدة والسلام وميكروفون ثم مين اللي هيدي للحوار ولا برضو هننشغل بالمؤتمر اقتصادي نعمل بقى حوار اللي جان وقصة دي فاكر احمد موسى لما اقل لك الحوار الوطني ده مش ملزم عصلا اهو اسمع كده قالك التي يراها اني اراها اراها اخذت هناك مقعدي في الركني ذاتي المقعدي يا السلام نظر قبقني لما يحلقوا في قصيدة اللي غنتها فايزة احمد قالك التي يراها ستردد القصص التي اسمعتني وستشرب الكأس الذي شعرف جرعتني كأسا بها سممتني يعني هتقول نفس الكلام ده طلع مبارح شرشح للحركة المدنية اسمع يا علي قلتلك ما تديش الوبور ده كباسي علي هدي الفونية شوي علي يعني بص اهو بيد الصغيرة طلع زي ايد السيسي كده احمد موسى هيجيب منين الراتح ده هيردح لمين بيردح من عند السيسي من دماغ السيسي تم السيسي طالع يقولي الناس النهاردة محدش بيفهم او فاهم مشاكل مصر غيري وحياط ربنا قال كده محدش فاهم مشاكل مصر طب لما انت فاهم كل حاجة لازمته ايه مؤتمر اقتصادي اسمع بس يعني اي حد هيكلم السيسي فهمش هم يعني ايه دولة طب هتكلم السيسي فيه جايب مجموع انت هتكلم السيسي فيه جايب مجموع انت اللي بيتعيد للجملتين دول تانين بقى السيسي بيدمر مصر اسمع خمسين سنة اللي حاكمه مصر لا بحفش عن ايه دولة يا سنة سوخة يعني حسن مبارك مكنش عارف عن ايه دولة انور السيادات مكنش عارف عن ايه دولة فؤاد محي الدين مكنش عارف عن ايه دولة يعني ده عد على مصر ناس كتير قوي ماناش دعوا فاسدين او مش فاسدين كل دول من خمسين سنة اللي حاكمه مواصل ما كانوش يعرف عن ايه دولة وانت اللي عارفها بتاع ترانو الصنافير انت اللي عارف يعني دولة ياللي بيعت ترانو الصنافير بجارة قلم وقلت محدش يكلمني فى مرورة تانى انت اللي عارف عن ايه دولة حسن مبارك اللي كان قائد قائد جوية ونائب رئيس خمس سنين ما يعرفش عن ايه دولة حسن مبارك كان نائب رئيس حوالي خمس سنين يعني اتضرب تحت ايد السادات وبعد كده تلاتين سنة رئيس ما كانش عارف عن ايه دولة وحيات ربنا والسادات اللي قبل ما كانش عارف عن ايه دولة وانت الفتك قوي. اللي عارف يعني ايه دولة? تب وانت لما انت كده? لما انت دمرت اجيال حكمة مصر من خمسين سنة. نختلف او نتفق معها ده موضوع تاني. ممكن نختلف مع السادات نختلف مع مبارك. لا سور يا عبد الفتاح. ما اطلعنيش من هدومي. لا اختلف مع السادات بس السادات كان رجل دولة. اختلف مع حسن مبارك بس حسن مبارك رجل دولة. واللي ينكر ينكر. واللي يشتم يشتم. حسن مبارك لحد خمسة وتسعين. كان ماشي كواس جدا. هو فلت منه بعد كده. لكنه كان رجل دولة. انت بتاع راجل دولة انت? لما حسن مبارك حارف في حرب اكتوبر كان قائد قوات جوية. مش راجل دولة? نائب الرئيس السادات خمس سنين مش راجل دولة? وانت. يعني كنت وقف وراء الرجل في اسكندرية اه في ملعب السلة الباسكت. ووراء الجرع بتاع الشاب والرياضة. كنت قائد دولة? ده انت لا حربت ولا شفت حرب. ده انت اخرك جاي بالوسطى وفتح الفنجان للمشير طنطاوي. وروح تقع تعمل له حجامة وبتاع عشان يعملك اسمه ايه ده هو مدير مخابرات حربية. ده راجل دولة وسنة. انت كنت راجل دولة? يا راجل حرام عليك. يا راجل ده في اسماء وزراء. عدوا في خمسين سنة واسماء مسؤولين تختلف او تتفق معهم بس كانوا رجال دولة. لا حسن بارك كان راجل دولة. لا حسن بارك كان جاي شرعي. كان رئيس شرعي المصر. وكان راجل دولة. اللي عايز اجتمني اجتمني. حسن بارك جاي كان نائب رئيس. ما اعملش انقلاب عسكري وتولى الرئاسة. حسن بارك ما كانش عنده صواتير لحد. السادات جاي شرعي. كان نائب الرئيس عبدالناصر. انت لراجل دولة? السؤال بقى لما السيسي معجب بدناغ نفسه كده قوي. اللي وديتنا في داعية. عايز يعمل ليه مؤتمر اقصادي? ويسمع فيه المخالفين اللي هما شايفهم اقل منه. عايز يسمع المخالفين ليه? انا اقول لك بقى. مش سألتني? اجاوبك هذا بقى. السيسي المقزوم? عايز يشارعا بيع البلد. فعايز يعمل قعدة. وانا عشان كده بقولي الاقتصاديين المحترمين. اقعدوا في القعدة دي. لانه هيلبسكم اللي بيبيعوا. لانها بعد ما تخرب عن كده هيقول لك انا والله جبت رجال الاقتصاد والخبراء. وسمعت كلامهم. اي اقتصادي محترم بيحترم تاريخه. بيخاف على نفسه. وهيخاف من الاجيال اللي جاية حاكمه وما يقعدش لقعدة دي. لان زي قعدة الحوار الوطني. هي فيه حاجة اسمح ورطني? هي الناس حابي حساب حاجة اسمح ورطني? هو انت تعرف يعني ايه حوار بيكلم في ايه? ده علاقة فتح مش طالر لحد دلوقتي. ده احمد دماء. ده عبنها بفتوح بيموت في السجن. بينما السيسي بيطلع محسن السكري اللي قتل واتحكم عليه بالاعدام. محسن السكري لقابل اتنين مليون دولار عشان يؤتي الوحدة في دبي. واخد اعدام وعمل نقد. خد مؤبد. حسن اسيس طلعه. ومش هايز طلع بمنا بفتوح. وقاعدين مع بعض احوار وطني. انتم متهزروا. فاي حد. اي حد بيحترم تاريخه. هيقعد الاعداء دي هيعرف انه هيشيل مع السيسي الشيلة. هيقولك انا مع انا مالي. انا عملت مؤتمر اقتصادي. وجبت ناس وقولتلكوا وشيلنا مع بعض. الموضوع مع بعض. اسمع. الدليل عنا بقولولك. اسمع بيقول ايه النهاردة كده. اسمع. خلينا اوصل رسالة كامل. بعدها برر قصة البيع اللي شغالة دي تبريل لوزعي. قوي. قال لك اصلاحنا معرفناش نشكر ربنا. على حق. اسمع. يعني تبه هو السؤال ما عملنا ايه بحق للزوار بقى? يعني ايه اللي الناس جاء لها الكهرباء بلاش? ده الناس مخروف بيتها في الكهرباء. ايه محطات الكهرباء اللي انت فخور بيها دي قوي. انت عايز تبيع سيمينز. والبيع فشل لان عليها قرود. او داخلها في قرود. داخلها في مشاكل مالية يعني. عملنا ايه طب حقل زهر? انا انا كلت ايه اشرب عليه مياه. عملت وقول لناس حقل زهر وجيب ناجون والنهاردة بتكلم على حقل زهر. تبتكسف. حقل زهر انا كمواطن. الناس اللي عددتها بيستلف شكرا ده. سلفني شكرا عشان تنور بيري السلم. عملت ايه بحقل زهر? عمل ده ايه? بمحطات الكهرباء. ما الكهرباء عمالها تقطع ايه? ما انت بتقول للناس اقطعوا الكهرباء عشان نوفر عشان نصدر. عملنا ايه طيب? يعني الناس استفادت بايه? هل فاتورة الكهرباء قالت? مفيش. هل الناس دلوقت ياو بتقلهاش قطع الكهرباء واللي مش هي قطع الكهرباء هنعمل له محاضر وبتاع? تب عملنا ايه بل محاطات الكهرباء? ولا حاجة. ايه الانجاز? هي كلمة اخيرة. انا بقول لك السيسي عايز يعمل مؤتمر اقتصادي عشان الديكور. عشان الديكور ان هو وبعدين يجي بعد كده لما مصر تقرب بقى على ويبيع كله. يقول لك والله انا جبت رجال اقتصادي وقعدوا معنا. وقعدوا وتكلموا. مش احنا كنا مع بعض يا كامل? مش كنا عمالنا والمؤتمر هنعملك ايه بقى? اي اقتصادي محترم بيحترم نفسه ويعمل نفسه عيان. يعمل نفسه مجاش. يعمل نفسه اه. وعلى فكرة التاريخ مليان بناس محترمة جدا. التاريخ بيقول ان في شخص محترم اسمه محمد ابراهيم كامل. تولى وزارة الخارجية المصرية. بعد وزير محترم اسمه اه اسمه اسماعيل فهمي. لما السلاة قال نعمل هعمل اه اه تطبيع مع اسرائيل اسماعيل فهم استقال. فتولى بعده ابراهيم كامل. وبعدين راح معاه امريكا. ولقام له اغبط في الكلام. و و وشوف مذكرات محمد ابراهيم كامل اه اتفاقيات. السلام الضعف اتفاقيات كامبي ديفيد. شوفوه اعروه. التاريخ عندكم. قال لكم ان نخش نتكلم مع السادات ونتفق مع التفاقيات. يروح يقعد مع الامريكان مع كارتر ومع بيجين يتفق اتفاقيات تانية. فساب له المؤتمر ساب له كامبي ديفيد ومشي. وقال له استقالت يا اهيه. استقالت يا اهيه مش عايز اكمل معاك. هناك في كامبي ديفيد. وسب اه امريكا ورجع. وسب الوزارة انه راجل محترم. التاريخ مصر مليان ناس محترمة. ناس رافضت ايديها تتحط في حاجات وعشة. اه ايه منصب يعني? هيكيفك دي المنصب. لكن هيلزق في في اسمك تاريخ من العار لان تمحوه الاجيال. مختار خطاب لحد الوقت انتهى. لكن التاريخي سيذكر لمختار خطاب انه اول من بقى مصر. عاطف عبيد. التاريخ سيذكر له انه اول من فكر في الحكايات القصقصة والزبال اللي عملها في شركة المراجل البخارية وسكر الحوامدية وشركة اها وغيره. اي اقتصادي محترم خايف يسأل قدام ربنا او قدام تاريخه على اللي هيحصل ما يشتركش المؤتمر لان المؤتمر ده دي كور. الكارسة التانية بقى. في كارسة تانية النهاردة الحقيقة استيسي تكلم عليها عد عليها برضو بنفس الطريقة كده. هي كارسة فلوس المعاشات. وراح خب التصريح كده هو. قال لك في ايه? احنا ما اخدناش تلوس المعاشات. واللي تعامل معاهم ما تعملش قبل كده. كعادة اي كلام بسيسي اسمع. بس وقف هنا. شوف ناس سيسي كتير من ساعة مهلة علينا بسحنته. بيكلم الناس اخترع طريقة جديدة كلام الناس بضاهره. وطول الوقت هو احيانا يتزن نفسيا ويتكلم كده. يعني الناس في ضاهره بيكلم متزن نفسيا. واحيانا يتنرفز. بس نادر جدا لما يتنرفز بضاهره. النهاردة انا اول مرة شوفي السيسي بيلف في نص لفة كده اللي هي دي. اللي هي دي. مبدئيا هي سهلة. انا هتكلم عن نرفزه دي بعدين. بس هي سهلة. انت بتقول انا بدفعش عن قرار ان احنا اخدنا ربعمائة مليار جنيه بتاعة وزارة تضامن المعاشات. وحطتوها في حيط الله واعلم فين. انت بتقول ساعتها لو احنا سيبنا ربعمائة مليار دول في البنوك. اه كانت اتطلع عوايد قد ايه. كلام جميل جدا. وانت بتقول ساعتها كان المعاش من ربعمائة لخمسمائة جنيه. كلام رائع. انا مش هرد عليك. لانك انت. بس الاول اسألك مين الوزير انت بتكلم عنه? اه طلع الوزير هو وزير التضامن السابق جودة عبدالخالق. اللي قال لك فلوس المعاشات اتهلكت بسبب التضخم وبتاع. بيقول لي بقى. اه هو سيسي بيقول سمعت احد الوزارة بيقول ان الدولة ظلمة اصحاب المعاشات انا بصراحة محترف اقول الناس. احنا ظلمناهم ما ظلمناهمش وما اخدناش فلوس المعاشات. والتزامات نتجاه. اصحاب المعاشات التزام اخلاقي وادبي وديني. اللي كان بيكلم سمعت احد الوزارة مين بقى? جودة عبدالخالق. جودة كان قال ايه? بيقول اصحاب المعاشات في ضنك شديد ولازم الحكومة تنتبه لهم لان السبعة في المية الزيادة لا تكفيهم. والتضخم باعتراف المركزي يتراوح بين اربعتاشر الى خمستاشر في المية. فلا يجوز ان يؤخذ اصحاب المعاشات زيادة تعادل زيادة تعادل نصف معادل تضخم. ده الكلام اللي زع على السيسي. تبسيلك يا سيسي مين جودة عبدالخالق? ما تجرب تسمع الناس نفسها. وعلى الصفحة. على صفحات. نشوف كلا تعليقات الناس. يا رئيس الدولة اخدت فلوس المعاشات سنة كم? والدولار وقتها كم بكام? فياريت عشان ما تصدموش اصحاب المعاشات نحسب الدولارات وقتها كانت بكام? والان بكام? بالمصري? ومش عايزين فوائدهم. كان الدولار بتلاتة جنيه وعشرين قرش. ودلوقت الدولار تعدل عشرين جنيه. يعني الارب الاربعمية مليار جنيه اضرابهم في سبعة لان الدين لصالح اصحاب المعاشات. يبقى بكام? ده حمدي. خميس قالك اه سيسي حضرتك عملته مع اصحاب المعاشات بعد اتنين واربعين سنة خدمة ياخد الف ومتين جنيه يعملوا ايه? دي فلوسنا احنا كنا بندفعها واحنا شغالين احنا مش عايشين انت هتسأل انت هت ايه? هتتسئل علينا يا سيسي. ده خميس عمدي الوارس. ده اسمع الناس عم فتاح مش اسمعنا انا. اه بده ويقالك لاي الحقيقة انت بتدينا اكتر من حقنا بعد داربعين سنة شغل وان معاش الفين جنيه انتو كده ظلمين نفسكم. كان مفروض ما ناخدش معاش خالص. كفاية الوزارة يشتغل الوزارة يشتغل كم شهر وبياخد مية تمانية وتلاتين الف جنيه. والباتشويش بيطلع بعشر تلاف جنيه. مدام هم مبسوطين احنا مبسوطين. ونبقى ايه? مش عارف ايه? معنا ما عند تحلف. اما سامر بيقول له وساعتك بتكلم عن اي دولة? ولا انت مش عايش معانا? ولا الحكومة بتتحك عليك? المعاشات ظلمة وحكومتك ظلمة وانا خصيمك امام الله يوم الايامة. كيف تحسبوها? لابد من وضع حد ادنى للمعاش وحد اقصى. لو بتدور على عدالة موظف بعد تلاتين سنة خدمة. ياخد الف وتلاتمائة وخمسين جنيه. وزيادته السنوية مية وتلاتين جنيه. واخر في وزارة ياخد ستة الاف زيادة زيادته الف جنيه. وناس تانية انهت ما وراءها من انتزامات تعد المعاش خمستاشر الف جنيه. ومستمرة زيادة. لأ وساعدتك تتكلم عن هؤلاء. ارحمنا 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 اخدت من الفقير لتعطي الغني. اخدت من الفقير لتبني للغني. والله خصيمك امام الله لان انت خبتك ونادم اشد الندم. اما محمد فقالك والله انت ربنا بعتك تكفير زنوب للمصريين. عسى ربي يرحمهم في الاخرة. البلد خربت والحمد لله. ومش نفعة تاني عليه العوض. معموله ستة واربئين لايك. احمد قال لو حد فاهم حاجة يفاهما. عمالين يقولوا في ارقامه الخمسمائة جنيه معاش قبل السورة كانت احسن من الالفين جنيه دلوقتي. فاتورة الكهرباء كانت بتالتين واربعين جنيه. النهاردة فاتورت الكهرباء من ربعمية الى الف جنيه. لو عملت عملية حسابية الفرق زيادة المعاش هتلاقيها ترتبعة في المية. ولو عملت نفس العملية الفرق فاتورت الكهرباء هتلاقيها ربعمية الى سبعمية في الفرق في حاجة واحدة بس. غير رفع الدعم في باقي الحاجات وغلاء الاسعار. سمعت يا سيسي? انا مش ارد عليك. هم اللي يردوا عليك. اللي بعدهم. عارف اصل المشكلة ايه? هو اللي قلناه مبارح. انه ما ينفعش بلد تمشي بوجهة نظر فرض. مهما كان عبقاري. مهما كان. او فاكر نفسه عبقاري. ودي كارثة. دي كارثة. ان بلد تمشي بدماغ واحد. يصحى الصبح اعملوا كزا يعملوا. ده الكلام ده تقوله في المطبخ. نعمل النهاردة كوسة. نعمل النهاردة بدي نجمعشي. انت حتى بتعارش كل كده في المطبخ. لدي ده متوقف على استعداد السك اللي هتعمل. واستعدادك المالي. واستعداده من نفسي. يعني خلصة تبيرة. تيجي في دولة. بيديرها واحد فاكر نفسه عبقاري. وبدل ما تبوز منه خالص يقولك على فاكرة. الاقصاد وجهات نظر. تخيل اللي استيسي بقول كده الاقصاد وجهات نظر. تخيلنا عبدالناصر قال نفس الجملة. وحيات ربنا ورب العزة. قال نفس الجملة بالزبط. قال انا بقعد مع الاقصاديين. يقولولي كلام. وانا بيقالي وجهة نظر. وانا بقفهم في الاقصاد زيهم. ما باخدش وجهة نظرهم. والله العزيم عبدالناصر قال نفس الجملة دي بالزبط. يجي السيسي يقولك الديون سببها 2011. واحنا فقر اوي. او مش اه ما ما عندناش مقدرات كبيرة. زي ما بقول النهاردة تاني. تاني. اسمع. الدولة المصرية مش كبيرة. مش قدرتها مش كبيرة. الدولة المصرية قدرتها مش كبيرة. ولا. والله فعلا. امال انت رايح ليه تبني اثور وتشتري تغارب 500 مليون. الدولة المصرية قدرتها مش كبيرة. احنا في وسط الكارسة الاقتصادي دي ندفع خمسة مليار دولار عشان نشتري سلاح تاني. تاني. موقع استخباراتي هو بتاع افريكا انتليجنس بيكلم على ان مصر هتشتري غواصة او غواصات بخمسة مليار يورو. وباريس تماطل. ليه? مش الدولة المصرية مش كبيرة? قدرتها مش كبيرة? تبني اثور? تبني مقر للحكومة في العالمين? قاعد انت ولادك في عز ما كنتش تحلم به من ايام ما كنت مقشف في حارة اليهود? جاي جعان على البلد فتطلق عيالك واهلك ونفسك وعملت ابني في اثور واستراحات في بلد انت بتقول عليها قدرتها مش كبيرة? رايح تشتري اربع طائرات ووصل طائرات. في بلد انت بتقول قدرتها مش كبيرة? تروح تشتري طائرة ملكة السماء. بتاعة الرئيس الامريكي. احسن منها. وتقول احنا بلد مش اه. وتشتري الساحب خمسة مليار يورو. ده في الوقت الاخبار لا تبشر بالخير. في الوقت الاخبار بتقول لكم الجاي صعب. اصعب. الجنيه رايح ورا مصنع الكراسي. ما تسألنيش هيعمل ليه ورا مصنع الكراسي انها حاجة مش اخلاقية. اهو. تدهور محتمل للجنيه وصدمات معيشية جديدة. وبالفعل بدأ اتهيه وطلع بعد نص الليل وزارة المالية بارح راح ترفع سعر الدولار الجمركي الى تسعتاشر واحد وتلاتين. ده كان بستاشر. والمصحف كان قريب بستاشر. المالية تقارن رفع سعر الدولار الجمركي الى تسعتاشر واحد وتلاتين. كان بستاشر. قسما بالله كان من سنتين تقريبا يعني. كان بستاشر جنيه. ترفع انبارح بالليل الى تسعتاشر واحد وتلاتين. الدولار الجمركي. اللي مش يعمل يعني دولار الجمركي ببساطة كده. هو سعر الدولار قدام الجنيه اللي بتستخدمه الجهات الجمركية. يعني انت عشان تحدد قيمة البضاعة اللي جاية المستوردة. عشان تحسب الرسوم الجمركية بناء عليه. فانت بتحسب ده. هيبقى كده. سعر الدولار الجنيه قدام الدولار تسعتاشر واحد وتلاتين. طبعا ده يولق الدنيا. خاصة انك انت بلد بتستورد كل حاجة. كل حاجة. الزيت والخامات وكل حاجة. عشان كده تلقى القرار بارح بالليل في كتامي كده. اصاروا بقى بدأت النهاردة. بدأنا بقى بارتفاع اصعار الحديد. الخميس ستة بعد صعود الدولار الجمركي. بدأنا بقى. هلو. هلو. الواحده كده راح طالع رفع سعر الدولار الجمركي تسعتاشر واحد وتلاتين. طبعا الناس اللي لقيت على القرار ده باعتباره هيخلف وراء زيادات جاية كتيرة جدا. امام مستفى عبد السلام الخبير الاقتصادي قالك رفع الحكومة سعر الدولار الجمركي. الى تسعتاشر واحد تهتين جنيه. وبهذا المعدل القراسي يعني شيء واحد هو ان القرارات والاجراءات التكشفية الجاري الاتفاق عليها مع صندوق النقد كشرط لتمرير القرار الجديد ستكون صعبة وربما مؤلمة للمواطن والاسواق. مش بس كده. القرار جاي. جاي في وقت انت انت عندك ازمة في الدولار اصلا. عندك ازمة في استيراد المواد الخام. في بقيتك كله خطاع الدولة. كله متأثر. شفت النهاردة زيارات جديدة في الاسعار اهو. ارتفاع اسعار الدولار دواجد اليوم انا واحد بقيت لي قسم بالله العظيم. اهو بيكلم عن فراخ هنا? الفراخ البيضة مولعة. تخيل? والله العظيم جاء علينا زمن. كان اللي استيري فراخ بيضة كان بيكسف منها. احنا والله العظيم انا شفت ده بعيني. كان اللي ينزل يستيري فراخ بيضة دي والله العظيم. والله كان يعطاها في شنطة سعودة ويتكسف منها. عند الفرار دي. في بيض في فراخ بيضة وفي فراخ بلدي. قسمان بالله. انا حضرت اليوم دي كان اللي اشتري فراخ بيضة بيبقى اكسوف. النهاردة الفراخ البيضة مولعة. اه واحد بعيتلي بيقول لي انه اشترى كرتونة بيض يا رب بفتكر اشترى كرتونة البيض اه من عند كارفور بمش عارف كم حاجة وتسعين جنيه. والله العظيم بس افتكر بعيتلي الرسالة فين? لان انا شفتها من كم قلت له دي فين دي قال لي كارفور اهو اهو. بيقول لي باتنين وتسعين جنيه. والله الرسالة هي. والستاذ محمد مساء الخير كرتونة البيض اشتريتها النهاردة باتنين وتسعين جنيه. انا افتكرته بصراحة بيستعبط. سألته في مكان فين? القاهرة الجديدة. القاهرة الجديدة بيقول انا اللي اشتريت بنفسي ما حدش قال لي. كارتونة البيض باتنين وتسعين جنيه. والله الرسالة قدامي. وراجل انا ما اعتقدش محمد ممكن يجذب علي يعني. كارتونة البيض من كارفور في القاهرة الجديدة باتنين وتسعين جنيه. التضخم في مدن مصر ارتفع الشهر ده غصص اللي فات ده اربعتاشر في المية. مش احنا اللي بنقول. طب الناس هتعمل لي بقى فتضخم اللي بيخفز عليها ده. مش على النظام. ده غالة والكوا. مين هيستحمل? مفيش. للأسف مفيش. الناس دلوقتي مش عجبها الحكومة. وبترمي اللي هم عليهم. بيشتغلوا شغلانة واتنينة ومش نافع? اسأل. اسوف الناس. هو طبعا رجالة نظامه في ظل الغالة اللي عايشين الناس دول هم في حتة تانية. هم ياكلوا حمام وفراخ واحنا الفول دوقنا على رأيي الشاعر احمد فواد نجم. مش مصدقني? شوف اللي بيقول لك بينه الفولة ولا بينه البتاعه كل ما يبص. اه. رجل قاعد اهو. وعملين له ركن خاص في مطعم الكباب جي. هو والمدان. والولاده. عاملين له ركن خاص يقعد فيه ويجي بالليل يقول لك اه 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 احنا لازم نساعد البلد. اه مصر يعني يعني لو مصر اه وانتو تروحوا فين? اه ونستحمل? اه الوطنية عيزانة. الوطنية الوطنية وشك في الحيط وقفاك ليه وتعالى كون معانا في المطعم. مش هما بس. هما والسيسي. مش هما بس. مش هما والسيسي بس. والمسؤولين ورا السيسي. اللي بعده. الحقيقة امبارح كنا تكلمنا هنا في البرنامج على معلومة وصلتني من مصادر خاصة انا باحترمها. عن تعليمات صدرت من وزارة الداخلية المصرية لزباطها في مدن القناة اسماعيلية والسويس وبرسعيد. بضرورة خضوعهم للتفتيش من زباط الجيش. الرسالة وصلتني على الهوى وانا بتكلم. وقلتها اول ما وصلتني. لان المصدر هاكلم في ايه? هقولك ايه? المصدر اسق فيه جدا. نسمع كده رسالة? انا بس قبل ما اطلع الفاصل ده فيه خبر قدامي. انا يعني اللي بعتهولي حد يعني متخصص يعني. اصدرت وزارة الداخلية المصرية. خبر مهم جدا يا جماعة. وخطير جدا. اصدرت وزارة الداخلية المصرية السلساء تعميما باغضاع كافة دباط الشرطة. الداخلية اصدرت بيان يتعمى على كافة دباط الشرطة بمحافظة القناة الثلاثة السويس اسماعيلية برسعيد للتفتيش من جانب دباط الجيش. يغضع زابط الشرطة في الثلاثة محافظات دول لتفتيش ضابط الجيش. وطالبتهم بعدم افتعال المشاكل خلال قيام ضباط الجيش بتفتيشهم وتفتيش سياراتهم. لدى عوداتهم من مقر اعمالهم بجنوب وشمال سيناع. اي ضابط جيش بيشتغل في اسماعيلية برسعيد السويس. لما يوقفوا زابط جيش يفتشوا. الضابط الشرطة يغضع للتفتيش تماما. جاءت تلك التعليمات بعد ان قامت الشرطة العسكرية في كمين مشترك مع حرس الحدود والمخابرات الحربية بالقرب من نفق الشهيد احمد حمدي بالسويس بالقبض على عصابة لترويج المخدرات تضم عددا من ضباط الجيش والشرطة بحوزاتهم كمية كبيرة من الحشيش وبعض المقتنات الاثرية. تمام? ده اللي قلنا نبارح بالليل. انا وانا قايم قلت لقيت المعلومة دي فقلتها لحضراتكم. لانه المصدر اسق فيه جدا. لما روحت اول ما وصلت البيت لقيت نفي من وزارة الداخلية. هات النافي الله يخليك. مصدر امني. يمفي على طول. لقيته بالليل. بص التوقيت كان الساعة كام? حداشر اربعين. يعني انا مجرد ما روحت البيت. خلصت الحلقة يعني ما وصلتش البيت. في الطريق. لقيتهم زميلي بعتلي تجذيب وزارة الداخلية. مصدر امني يا رد على ادعاة الابواق الاعلامية الاخوانية فقدت مصدقيتها باوساط الرأي العام. ده انتوا اللي فقدتوا مصدقيتكم. ده انتوا يا داخلية اللي اتفضلوا داخلية زي منتوا. بالعار بتاعكم. نفع مصدر امني ما تم تناوله. من ادعاة من قبل الابواق الاعلامية التابعة لجامعة الاخوان. بشأن صدور تعليمات لرجال الشرطة العاملين بمحافظة القناة السويس. مش عارف ايه. واكد المصدر ان تلك الادعاة تقوم بها جماعة. تأتي ضمن امس. اولا احنا مش تابع جامعة الاخوان يا اغبية. ثانيا الادعاء بان احنا تابع جامعة الاخوان معادش ياكل مع الناس. خلصت. انا راجل نحات. فنان تشكيلي. دي شغلتي. دراستي. وعشت عليها. وبعد كده شاعر. وكتبت اغانينا. ماليش علاقة بجامعة الاخوان. شفت ناس منهم وقابلتهم واستضفتهم. بشر جامعة الاخوان بشر. ناس. 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 يعني زي ما زي الناس. طبيعيين جدا على الفكرة يعني. مش مش ايلينز يعني. فالدعاء لنا كده تقولي. والقناة مالهاش علاقة. ومن زمان بقول لكم كاملين مالهاش علاقة بجامعة الاخوان. خلاص? فالدعاء ده انسوا بقى خلاص بقى غيروا حاولوا تغيروا. انت بتنفي. اللي انا قلتم برح. انت هادية بتاع الدخلية وزير الدخلية بتنفي اللي انا قلتم برح. انت عبيط. ولا بتستعبط. ده انا بقول لك المصدر اللي جايبني الخبر. ده انا اسخ فيه اكتر من وزارة الدخلية المصرية. ثم ما انتوا نافيتوا انه انتوا قتلتوا مصطفى ديشة الولد الاسكندراني. وتقتل جوه الاسم. ما انتوا كل واحد تقتلوه في الحاجز وتقولوا ما قتلناه مش. انتوا سمعتكم كوزارة داخلية بالنسبة للمصطيني انتوا سوق وزارة جزارين. جزار دباحين يعني. وفي نفس الوقت كذبين. فمش جديدة عليكم يعني اسأل اي مواطن مصري في الشارع عن سمعتكم. خلاص? انما انا النهار ده مش هتكلم على سمعتكم. ايه رأيك يا وزيرة داخلية بقى لو سمعتك اللي انا قلته صوت وصورة. ايه رأيك? ان انا هسمع وزير الداخلية دلوقتي المعلومة اللي انا قلتها بالصوت من زابط شرطة. من زابط. واحد من زباط الجيش قصدي. او زابط يعني. واحد من اللي كانوا موجودين ساعة الضبطية دي اللي اتقابت فيها على زابط الشرطة. وهو بيهرب في عربية مخدرات. انا بس احكي لكم الحكاية. انا الفيديو ده ما وصلنيش. للامانة يعني. انما زاعوا الاخ ابو بكر خلاف. اه وصل الاخ ابو بكر خلاف. والاخ ابو بكر حطه على صفحته. وبعدين جلنا الفيديو عن طريق الصفحة دي. خلانشوف كده نسمع كده تصديقا للمعلومة اللي انا قلتان بارح. وتجذيبا لوزير الداخلية. اسمع كده. يا رجالة مساء الفل الاول يعني هو ما بس في الاول وفي الاخر موقف وربنا ما يكتبه على حد يعني حتى لو حد من زمائلنا او ايا كان يعني اه الشيطان وزه او 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 اتضرب بحاجة وبدأ يعمل حاجة زي كده. ربنا ما يكتبها على حد عموما لان هو الموضوع ما بيبقاش عليه هو هو بيدمر عيلته كلها يعني. اللي الناس اللي يعني هو زي هو صاحب الزنب بس اللي بيلط عيلته كلها وصرته وحاجة وسخانة. الضوط الجيش اللي اتماسك الاول كان معد من حرطة الطوارئ تمام? وكان العربية مجهزة فيها الحاجة ومحطوطها متساتفة فيها مقابل ان هو هياخد العربية عديها انها حد تانية. فعدها من حرطة الطوارئ فهم بيفتشوه. العسكري بيفتح الباب. ليه الباب تقيل? يبسي يرج الباب تقيل يرج الباب التاني باب تقيل. ففتح الكلمسات بتاعت الباب من تحت الحشيش وقعه. تمام? فتقريبا ايه كان اللي جايبه الشرطة العسكرية? فما رضيوش بيانات لحد. يعني هم ما حتى جيش في بعضه ما ده البداية. بعد كده راحوا عملوا نقطة اعتراضية تانية. الحرس عمل نقطة اعتراضية تانية في حرطة الطوارئ بعد بتاعت الشرطة العسكرية. وبقوا بيفتشوا بالكلب. فبقى اللي بيجي يخش عامل حسابه ان هو هيخش من حرطة الطوارئ. طلع الكرنيه. بقاش انا زابط. طب افتح الشنطة يبصوا في الشنطة. اتفضل. الحاجة بتبقى موجودة في مخزة في العربية. فالناس دي جاء متغفلة. في ناس جات لقيت ان الموضوع كده. فدخلوهم من حرطة التفتيش العادي. من هم مين? محمد قسامة عبدالقدر اللي هو جفعتنا. ده انا كنت موجود في وقعة الضبط. انا قاعد في الكمين اللي هو ابداع الشرطة اللي بعد الجيش. لقيته جايلي. كنت انا قاعدوا جام بيفتش الامنا العام. باشا 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 معا مشكلة ومش عارفها. ومعرفنيش. واخد بالك. ومش في دناغه اصلا هو في المصيبة اللي هو فيها. لانه ليه ان هو هيتمسك. اعملوا معا مشكلة ومش عارف ايه وبتاع. وبقى دخلوني من هنا وبص فتحين العربية ومش فيها ايه وبتاع. فانا شبهت على ايه بصراحة. اننا محمد الله ما بافتكر الوشوش يعني. باشا انت دفع الكام قال لي 2011. قلت له انا فاكرك من اعمل كلية. انت دفعتي. من فاكرة انه كان معانا في المهارات. انا كنت افقول له في المهارات وتفرغات تكديفه وبتاع. فانا فاكر شكله. بس خس شوية. فقلت له باشا تبستأذنك. هروح معاه. شوف ايه. رحت معاه. لقيتهم ببنى العربية. والكلب بيخش من باب السواء. ما بيعملوش كده. اذا كان الكلب هو بيلف حولين العربية قعد. او نباش في حاجة. دخل. انا من اشغال هناك وعارفيني. طب بنزلوا الكلب وبيفكوا الكنبة يا باشا ايلحا يا باشا بص بيعملو تبينفع كده يا جدعان وبتاع فانا طبعا اه العربية اهو متوقفة والعربية فيها حاجة. وانا لو مين اللي موجود اكيد مش حقف في حاجة زي كده مستحيل. قلت له باشا معلش بس هما واردو غصب عنهم في تعليمات وبتاعه كده وكان فيه زبط ممسوق فمعلش هما بس هيفتشه وبتاعه مش عارف ايه. يا باشا بص يا باشا بيفكوا بتاعك انا بيفكوا مسامير الترمبة بتاعت البنزل. قلت له باشا بص كل حاجة هيفكوها هيرجو عليك زي ما كانت بالزبط ما تلاها شو ما خبرة. يا جدعان بس استأذنكم بلاش حقيقي ان حاول ما نتصرش حاجة عشان لو ما فيش حاجة كل حاجة ترجع زي ما كانت. تمام? كانوا فكوا الكنبة اللي تحت اللي ورا فشموا الريحة. وباشا تعال حتى شم فيه في العربية في ما بتاع فا قلت له ما يشوفوا شغلكو بس ايه نحوال ما نبواصش. فكوا الظهر بتاع الكنبة. فاتحة كده مدورة مخزن. ده اللي طلع منه ايه? 775 فرش. تمام? وراحوا حطنه في العربية. نبسط له طبعا كده يا محمد. يا محمد يا محمد فات. انتهي يا محمد اللي انت بتعمل ده راح حطنه في العربية وراح اخدينه على السرية. روحت معهم مفتيشو طلع منه بودرة. وايس وحشيش وتمول وبشعار فيه. كده حاجات استخدام شخصي هو بيشد بودرة يعني. هو حاجته هو يعني. بس حاجة لا تذكر فما عملوهاش حالي خمسة جرام بودرة. ومعطة عشر فاطات كده بتاعت شليموه بيشم بيها يعني. وكرنيه مزور. يعني حتى مكتوف في الكرنيه تاريخي الاصدار 2017. الرد برائد. يعني هو معلق رائد من 2017. تمام? ده بالنسبة لمحمد اسامة. آآ اللي بعده بقى اليوم اللي محمد اسامة ده. فجر اليوم ده. كان فيه زابط جيش بعربية مرسيديس برضو. بسبعمائة وتمانين فارش. نفس المكان بتاع المخزن. يعني قفلين حتة كده من 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 ضهر الشنطة ورا كورسي. وعملين مخزن وراك ورا الظهر بتاع الكنبة اللي ورا. آآ من بعدها بدأت القصة كده. بدأت القصة بتيجي. ناس تخشوا من الطوارق. فاكر ان هو بس ايه الكرنيه ويفتح الشنطة. وحيعدي. لما بيعدي حتى لو عدم الشرطة العسكرية من قدام الحرس يعمل نقطة اعتراضية تانية. قدام حرارات التفتيح بتاعته. في الطوارق. يجيب الكلب يا باشا حتى قون بدي للزباط بس يعني يجيب الكلب ويلفف الكلب حوارين العربية ويفتح الببان. فطبعا الكلب ابن وزخة. يعني الكلب بص ما ما تتخيلوش الكلب بص ازاي. ما قول وزارة الداخلية? شبس وزارة الداخلية طالعة تكذب محمد ناصر والابواق الاخوانية. انتو كذبين. انتو اللي كذبين مش احنا. وقادي كمان فيديوهات والصور لعملية ضبط المخدرات والسيارات المستخدمة في التهريب والمخدرات المضبوطة والقطع الاسرية المعربة. وصدتنا بقى من مصدر بتاعنا. اتفرج يا معلم. ادي القضية كلها. اهيه. اهيه. ايه رأيك? قالك ما حصلش ولم تزدر تعليمات اهيه. حرس الحدود. كتير مية واربعة. اثار وحشيش. وقادي كمان صور بطاقات شخصية وكرنيات الزباط المقبود عليهم من الجيش والشرطة والمتهمين في تهريب المخدرات. اتفضل. العب. العب يا رئيس. اهو. ادي فرش الحشيش اهو. اللي بيتكلموا عنه. تخين. بس ودي الاهواء الاثار. كله. قال له ودي العربيات. قال لك اصلحنا كدبين. وان الابواق الاعلامية الاخوانية الكدابة. كدبت مين ياه? كدبت مين ادي وزير داخلية. ادي الصور بطاقة اهي? اهي يا معلم. الصور اهي? اعرض يا رئيس. اهي? سمير عادل خيال عوض. ادي وصورت وبطاقة وش وضهر. اهي. يعني هاجيل لك ايه تاني اكتر من كده? تطلع وزارة الداخلية تكدبنا انا? رائد عقيد بالمعاش. اه احمد عبد الحميد الدريس. اهو? قوات المسلحة. اه احمد ده شارف ايه? اه اه عبد الحميد الدريس اه امر اه الرحمانية. تفرق. ده دي بطاقة واحد تانية اهي. اللي زع الفيديو اداء التسريب الصوت ده على صفحته كان ابو بكر خلاف. الصور وصرتنا تانية الناحية التانية. خلاني نشوف دلوقتي ابو بكر خلاف. احنا شوفنا الفيديو. اهلا بك ابو بكر. ايو خلاف سمعيني الصوت واضح. اه سامعك بالراحة سامعك. اه انت نشرت الفيديو وعلى صفحتك. احنا لسه كنا بنتكلم عن المعلومة دي مبارح بالليل وطلعت وزارة الداخلية لعلك متابع كذبتنا. ما هي قصة الفيديو ومدى مصداقيته وازاي الناس ممكن تصدق فيديو زي ده? وكيف وصلك? انا عزت بس اقول لبعض الملاحظات. الملاحظة الاولى البطل في القصة هو الكلب. الكلب البوليسي هو البطل. لان العساكر الخاصة بالحرس الحدود لم يجرؤوا على تفتيش الضباط. ولكن الرواية الخاصة بالزابط اللي في التسريب الصوتي بيقول الكلب احربنا. دخل وقعد على الكلب اللي وراء. وبالتالي اه قلت له يا باشا يعني انت اشوف واحد زابط لقى زميله بشي المخدرات. وبيقول له برضو يا باشا. التاني يقول له ازيتي فتشني وانا صاحبك. يقول له اصلي الكرب يا باشا بس بعد اذنك خليهم يفكه. قال له انت هتفك عربيتي? قال له لا بس هنفكها ورجعها زي ما كان. والراجب بقول له فتح الدورة في بتاعة البدان. فتح الباب اللي حشي شوية. طب قال كمان مصيبة تانية. مسموح له ان هو يضرب مخدراته بوضرب. قال لو كان في قمرة القيادة يعني عندك ديركسيون كده. هو لففل جوان. انت لو شفت الالفاظ اللي استخدمها. الاخ الزابط. بقول لهم عجب ولا صباع. ولا شوية بودرة. اربعة جرام بيشرابهم لوحده. كظابط يعني بتسلى في الكتيبة. كنا سبناها. لكن المشكلة اما جينا نفك الكنبة هورا. نحسيش كله اقع. قلت له مش عارب. اللفظ تلي هي بتاعة تعجب. يا احمد. ينفع كده. يا زابط محمد. وبعدين ايه? لو حرجت شفت كمان الفيديو. لو سمعت في التسجيل الصوتي. ذكر تلت حالات. يعني احنا امام ظاهرة. تلت حالات في كزا يقوم. اول حاجة بيقول ايه? ربنا يسرع علينا وما يوريها لحد. كان فيه زابط جيش مبارح. وبعدين الزابط بتاع النهاردة. وكان قابليه زابط تاني. اذا احنا يا استاذ محمد امام ظاهرة. واحد منهم اللي هو جاب اسمه محمد اسامة عبدالقادر. غير اللي احنا جابين بطلعته ده. ايه. الزابط قال ده زميلي ودفعتي محمد اسامة عبدالقادر. محمد اسامة عبدالقادر سبعمية خمسة وسبعين فرش حشيش. واه. ده واحد. الرجل بقى بتاع الجيش اللي هو العميد اللي المتقاعد ده اللي عربيته المرسيطة اللي قمناها سبعمية والتمانين فرش حشيش. غير بقى اللي هو خليل ده اللي احنا جابين صورته. يعني دول تلاتة في تلاتة ايام. الوقع حصلت يوم الخمية يوم خمسة سبتمبر اه سبتمبر الجاري. اللي هو يوم الاثنين اللي فات. والمحضر اللي جعلنا هو المحضر الداخلي اللي عاملينه مكاتب فيه تمام يا فندم. بضبط كزا كزا الظابط الفلاني وتم اتخاذ الاجراءات. فاللي جعلنا ورق صوت وصورة. وبالعداد بالبيانات بارقام العربيات. فانا حتى لما سمعت مبارح التجذيب بتاع الداخلية بعدما تردت حضراتك عاد تدحك. وربنا وكهرمني بالمصدر ده. بعد ما خلصت الحلقة على طول بعتله. قال لي لو سمحت آآ خود البيانات دي هي تفيد آآ بالنسبة للموقف الخاص بالقناة. احنا فعلا الموضوع ده بتتابعه. وانا كان ليه قبل كده اكتر من فتم وصائقها عن اللي بيحصل في سينة. فاحنا هنا امام ظاهرة استغلال الضباط في تهريب المخدرات داخل سيناء. معلش. معلش يا باك. بس في جزئية. بس. معلش يا باك. معلش يا باك. بس في جزئية مهمة لازم ننوع عليها. اني واضح ان دي حالات فردية لان اللي عبض عليهم حرس الحدود. لا هو دلوقتي ما كانش حد بيقبض عليهم. الناس بيقول لك كان فيه ليهم آآ حارة اسمها الطوارئ. لما حضرتك انت كمواطن عادي بتعدي بتتفتش كده عفوا النفق. اللي اللي النفق بتاع الشهيدة احمد حمدي ده. اي حد داخله خارج سيناء بيقرح حياته. بياخدوك كده بينفضوا عربيتك. بينفضوا هدومك. انت واهلك وكل معاك. في حارة يعني اصد في البوابات. في حارة كده تحت الزباط. اللي هي لا يسألون. الناس دي بتعدي بس. فالحارة دي بقى حظهم اللي سود انه هما لما جاء الكلب. الحارة دي المعتاد فيها ان هما الزبط بيعدي فبيفتحوا العربية. زي ما كده كده بداخل فندق. فيقول لك لا سمح تفتح الشنطة اللي ورا. قال ايه يعني انت لو مش حطيتها في الشنطة يعني كده عديت. فبتيفتح على الشنطة بتقول له كرنين ان انت ظابط عشان انت دخلت في حارة التوارئ. وبتفتح الشنطة بتعدي. فحظوا بقى الاسود ان الكلب لو احنا عايزين انه يدخل. لا بس هو في الاول يا ابو بكر بيقول العسكري حس ان الباب تقيل بيرجعه يا رديد. غير لا غير العسكري صح. اه ما فيه خ Rio? بيقول لقي الباب تقيل جيدة. بالضبط فعب. العسكري لقى الباب فجاب الكلب. الكلم بقعد على الكنب اللي ورا. يعني. لا 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 بالترتيب كده العسكري الاول فتح الباب لقى الباب تقيل مش طبيعي. ففك الباب فالحشيش واقع من الباب لما جابوا الكلب الكلب متضرب عنه لما يشم حشيش يقعد في المكان اللي فيه حشيش. الكلب سب iht وكرسي اللي قدام ورجع ورا قعد عالكنبة معناها اني تحت هنا حشيش او في المكان ده حشيش. فاذا برضو في عسكري غير الكلب يعني في عسكري امين و ومخلص. ومحترم طبعا طبعا. محترم وقالني في حشيش. كان ممكن العسكري يعديها يعني. لأ هو انا متكلم هنا على على السياريو اللي بيقوله الضابط ان كان ممكن نتجاوز. هو قال له شوف يا ابني. لو كان الحبة اللي قدام دول يعتبر استخدام شخصي. فاحنا ما عندناش مشكلة. وده بيدينا زيارة ضخمة جدا. ازاي ان انت زابط. اه عفوا في في سيناء. مسموح لك ان انت تشيل مخدرات. لا هو انا عندي سؤال تانية. انا عندي سؤال تانية يا بكر. يعني دلوقتي المخدرات دي جاية من سيناء داخل القاهرة. التلات قضية دول. اللي هما اللي تزابطوا. جايين من سيناء. 750 فرش حشيش. جايين من سيناء في عربية واحدة. داخلين القاهرة. السؤال بقى هو مين في سيناء بيزرع المخدرات. راحنا دلوقتي لو بصنا اللي سيناء دي اغلبها اه المناطق دي كلها مهجور. المنطقة الوسط سيناء ديت. اغلب المناطق اللي البيعية دي هي بتستخدم في المخدرات. يعني المخدرات هي. ايو يا ابو بكر دلوقتي. ايو يا ابو بكر دلوقتي. دلوقتي في اه مواجهة ما بين الجيش والارهابيين في مناطق كتيرة في سيناء. والدنيا ملعبكة والدنيا صعبة جدا. مين في سيناء بي? يعني بيستورد لان ده مش حاشيش معمول في سيناء. ده معمول ده معمول جاي واضح انه جاي من دولة. يعني قصد اقول ده الفرش والترتيب ده اللي احنا شفنا في الصور. ده مش زراعة يعني ده واضح ان في حد في مصانع. وفي جهات ايمة على تغليف وتعبئة. مين دول? وجاي منين? انا 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 اعتقد ان هو مش مش جاي من خارج سيناء. هو كل الحاجات دي موجودة. طيب حل. مين ده? اه وبيتم في اماكن اللي هي بتبقى بعيدة عن الشرطة او ربما اه في نوع من المساونات. ابو بكر ازاي? ازاي ابو بكر سيناء كلها مسيطر عليها? يهمة من الجيش المصري او من الارهابيين. مين قال ان سيناء مسيطر عليها? فيه مناط كثيرة جدا ما ما يدرشوا يصلها الجيش ولا يتعامل معيها. فيه اماكن كثيرة جدا اه مفتوحة وفي فيها زراعات وبالسيطر عليها القبائل دي وربما بعلم اه اه ال اه в اقوات مسلحة الاخوات المسلحة في حربها قد بتستخدم بعض اه اولئي المهربين اه في انه هما يطلب معلومات حول الجامعات المسلحة وبالتالي فيه نوع من اه المساومة او اه الkanntغافل زي ما ممكن نقول ان انه بتزرع لكن في نفس الوقت بتحرم معها النعاء او انه ان انه اسيبك فيه المقابل ان انه انت من خلال اصابتك المسلحة ممكن تساهم في معرفة مخابئ الارهابيين على مازون. وده اللي تكلمنا فيه قبل كده ان فيه بعض هؤلاء المهربين هدد الجيش وكان احتجز بعض المجندين في مقابل ان هما يتركوا حاجته. واللي بنتكلم عليه اكتر برضه يا سيد محمد هل هؤلاء الضباط لو كانت دي ظاهرة بيتم ارغامهم على ذلك بتهددهم بشيء معين ان هو لازم يعد بالعربية مقابل ان هو. لا اصلا انا ممكن انا ممكن يا ابو بكر معلش اناس في المعطعة بس عشان الوقت دي انا ممكن اعتبر ان دي حالات فردية من زباط الجيش اللي بيهربوا او الشرطة اللي بيهربوا مخدرات. لكن انا سؤالي من اين تأتي المخدرات المصدر? هنا في خبر اهو يا ابو بكر في العرب الجديد في الفين وواحد وعشرين تصعد تهريب المخدرات من سيناء الاراضي المحتلة بتواطئ رسمي. اطلع كده بالتفاصيل خبر. الخبر كان في اه واحد وعشرين بيقول اه ضبط عمليات تهريب المخدرات من سيناء الاراضي الفلسطين المحتلة بات خبر روتيني على وسائل الاعلام الاسرائيلية نتيجة تصعد عمليات التهريب بين الطرفين. في ظل مرور حصاد المخدرات في شبه جزيرة سيناء شرقي مصر. بينما تنجح عشرات عمليات التهريب على الحدود لعدة ازباب متعلقة بطريقة التهريب وخبرة المهربين وتواطئ موظفين رسميين في كل الجانبين نتيجة علاقات المهربين بهم. وحصلت العرب الجديد على معلومات مؤكدة من مصادر متطابقة عن زراعة المخدرات في مناطق سيطرة المجموعات القبلية المساندة للجيش المصري. علني. ده اللي بيقولوا يعني مش الارهابين اللي بزراعوا مخدرات تبقى للعرب الجديد هي مناطق قبلية مساندة للجيش المصري هي اللي بتزرع الحشيش وبشكل علني شبه علني. استغلالا لعدم تحرك الجيش في تلك المناطق وكذلك تنظيم ولاية سينا. هو ده اللي بيسأل عنه. بس اللي بيسأل هنا انا بقول لحضرتك على لو حضرتك قالت النوان بتاع الخبر هي يحل معاك اللغز. يقول ايه تهريب المخدرات الى الاراضي المحتلة. وليست من الاراضي المحتلة. اه. اذا احنا نتكلم عن سينا هي البقرة اللي بيتم في تغافل من الامن. او ربما تضامن او ربما لا نعرف المشكلة المفهودة هو الامن اللي يقول لنا ايه اللي بيحصل في سينا في الظهر مع غياب الامن وسيطرة الجيش على اه اجزاء كبيرة من سينا. بيتم التهريب الى الاراضي المحتلة. وبيتم دخول هذه السموم الى القاهرة وايه الى محافظات الدلدة. يبقى اذا المشكلة هنا في سينا انها خارج التغطية وخارج الجانب الامن. انا برضو كنت قبل كده من خلال قبل عشرة ايام كان صدر تقرير ازول ان يمكنكم العرف برضو اللي اشاره ليه. ان اكبر عمليات التهريب اللي تم اه اه القبض عليها من الجانب الاسرائيلي كانت خلال هذه السنة. اه ارقام مهولة جدا. يعني. بس بس اللي انا اللي احنا وقفينه هنا. اللي احنا وقفينه هنا يا ابو بكر. انه فيه تغليف يعني مش بس زراعة خشخاش داخل اراضي في سيناء. لا ده كمان بقى فيه مصانع وفيه ناس بتغلف لاني الضبطية اللي احنا شفنا صورتها دلوقتي دي. الفارش الحشيش متغلف ومتقطع ومتوضع. ومتسمى وفيه عسامي. يعني. يعني. فيه النسر الصحراوي عامل لك زي كده متقولش عروسة. اه اه اه. نغلفين وما يجبنا الصور. يعني فيه مصنع شغال زي اللي بيشوف في الافلام يا ابو بكر كده. ايوة. ناس بتقطع وتوزن وتغلف وتعمل ختمه. فيه شغلانة حصلة جوه. هي دي مشكلة. فيه مصنع مصانع شغالة اللي تعمليها دائرة بشكل كبير جدا. فا يعني احنا بنطلبين بس التوضيح ماذا يحدث في سيناء ولماذا يتتورخ. باش. اه من الجيش والشرطة بهذه الاعداد في هذه الزاهرة. والصمت التام على مثل هذه الفعديات. لو كان دوت مواطن عادي. مش اقول لها كان حصل ايه. وكان اه واجبنا وهذا الشخص. طبعا 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 طبعا. مفيش جاعة رسمية. طلعت اسماء الزباط دول. على كل حال يا ابو بكر انا بشكرك جدا على هذا الفيديو. اللي بره ساحاتنا امام وزارة الداخلية المصرية. بشكرك جدا ابو بكر خلاف. شكرا جدنا يا صنو محمد شغل. زاد لبدلاسات الاسرائيلية. بشكرك جدا. كده اظن وزارة الداخلية ده ابسط رد عليك. انت انتو الكدبين. يا حق يا عم الظابط انت الكداب. واللي بعتك كداب. يا مركز معلومات بتاع وزارة الداخلية. تكدبنا انا مبارح. قلت لك انا وثق في الرجل اللي بعيت لي. وثق فيه اكتر من سختي فزير الداخل المصري. اكتر من سختي في النائب العام المصري. يا حضرات انتبهوا اياها السادة. اللي شفناه في الصور هاته صور فرش الحشيش الله يخليك. هناك زراعات اه مواطن او بقر بتزرع المقدرات في سيناء تقريبا من القبائل تبقى للعرب الجديد. المساندة للجيش المصري. خلاص? اللي ايه انت شايفه ده? اللي انت شايفه ده? ده زراعة. بس واف عندي ده. ده يا حضرات بقى زراعة بقى ووزن وفرش وتغليف وتعبئة. ده فيه. ده فيه. وحدة انتاجية. ده ده حطيه اللوجو على البتاع على الفرش الحشيش. ده وحدة انتاجية ولأ وانواعه ماركات يا علي. يعني تقعد انت تشمه وتجي يشمه بتاع. ده احنا ولا ولا الافلام. بص لوجو اهو. تفاحة اهو. اه تاخد تفاحة. اه تفاحة حلو ان الصنف ده بيعجبني جدا الزبون بتاعه شغال. سيبك من ان تلات زباط هير بيهربوا. او تلات قضايا تمسكوا. في نافق الشهيدة احمد حمدي. سيبك من الدخلية بتكذبني. الحمد لله طلعت ايه اللي كذابة. وقادي تلات قضايا مش قضية واحدة. بقى اسماء الناس. انما كمان ده في قصة جوه سيناء. وعشان كده الحشيش بيوصل الى الاراضي المحتلة. او للضفة الغر او لغزة. وبيدخل كمان جوه مصر. بمناسبة بقى البزراميت دي. هاعرض عليك فيديو النهاردة للسيسي. ايشوف كده. اسمع يا عزيزي المشاهد. بمناسبة قضية المخدرات. عايزك تركز من اللحظة دي بقى. انسى مراتك اللي جنبك. انسى جوزك اللي جنبك. انسى ولادك. ولكس في الجمل اللي جاية دي. لان انا عادت اسمعها مرتين تلاتة. كامل وزير. السيسي بيكلمه ان فيه خوت. هتيجي مصر. من دول العالم كله. زي اي دولة سياحية او دولة على السواحل. هيجي الياخت بصاحبه. هو كان بياخد صاحب الياخت اجراءات كتير جدا عشان حاجات بقى يعديها. السيسي قاله لا احنا عايزين نقص الاجراءات. عايزك تركز وتسمع اللي جاية ده. بس يا عزيز رح فين يا عزي. ارجع ورا ثانية كده يا عزي. هيجي الياخت من برا. خلي 72 ساعة. هيخلص كل اجراءات الدخول وختم الباسبور والباسبورات اللي معاه. لو معاه بقى اصرته. لو معاه صاحبته. لو معاه حشيته. في خلال اتنين وسبعين ساعة. ما حدش هيفتشه. اسمعها تاني عشان تخرم ودنك زي ما خرمت ودني. اسمع. اتنين وسبعين ساعة يكون واخد. ما حدش هيطلع يفتشه في مارينة الوصول ومارينة المغادرة. يعني لو انت معاك يااخت. حضرتك. ومعاك اي حاجة في الدنيا. بيطلع لك زابط الجوازات. بيخلص لك كل الاجراءات. ملوش حق يفتشك. معاك مخدرات بقى. معاك بودرة. انت يا صاحب ياخد. مش بس كده. ده في الوصول والمغادرة. فخارج انت بقى معاك قصار تطلع عادي جدا. في اي مارينة مصرية. انا بنلاقي عليكم لما سمعت الكلام ده. حصل لي هبل. عاد تقولي هو كامل وزيري. هو واعي بيقول ايه. ولا انا سامع انا سامع كويس. علي كنترول. وانا سامع كويس يا جماعة. وحيات ربنا قال كده. قال ما حدش يفتش الياخت اللي جاي. في اي مارينة مصرية. وهو جاي. طب علي ما عليش زي بعض الزاكرة. ارجع ورا سنة وقول بس كده خيالي اتنين وسبين ساعة. ايه يلا. يعني ايه. انا بجد اقول له مش انا مش اهم يعني ايه. يا سيد كامل وزيري بس اشتحالي. يعني ايه. ما حدش بيطلع فاتشوا. يعني ايه. على اي حال ازبتنا لكم اهو ان وزارة الداخلية طلقت كدهبة. وان احنا طلقنا صادقين الحمد لله. والمعلومة اللي جاتني زعتها. طلقت وزارة الداخلية في نفس اللحزة كذبتها. النهاردة الصوت اه اتزع بالصوت والصورة. كذب وزارة الداخلية المصرية. خلينا نشوف اخر حاجة معانا من تونس. وبعدين نطلع بقى اه فاصل. اه في احتجاجات شهرتها العاصمة تونس. بعد مقتل بائع متجول اسمه محسن الزياني بالرصاص. على يد عناصر الجمارك في وسط العاصمة. وادي صورة الشاب ده. الشاب ده الحداث بتقول انه اه قتل بالرصاص على يد زباط الجمارك في تونس. اللي ونشروا فيديو متداول لمقتل هذا البائع المتجول اللي قتل بالرصاص على يد العناصر. نشوف الفيديو كده. الحقيقة الفيديو كده هو ده اللي منتشر. نظم العديد من التونسيين وقافات واحتياجات بسبب قتل الشاب التونسي بدون زنب على حد زعمهم. وهتفوا يا قيس يا سفاح يا جتال روح. خلينا نشوف الفيديو ده كده. على مواقع التواصل اجتماعي شان التونسيين هجوم كبير جدا على نظام قيس سعيد بعد قتل الشاب واعتبروها جريمة لابد من محاسبة مرتكبيها. ده جزء من تعليقات استعمال الرصاص الحي في واضح النهار وفي قلب العاصمة ضد الشباب الذي يشتغل في التجارة الموازية جريم الدولة. يتحمل مسؤوليتها رأسا. وبمفرده الحاكم بامره. بصفته يتحكم في كل السلطات. وبالتالي يتحمل كل مسؤوليات. وانا مع الرأي ده طبعا. الوليد اللي اتضرب في البساج مات. قيس سعيد مجرم واللي سنده فيه شركاء في الجريمة. اللي حاجت بي الدار معروفة. الحبس والموت افضل منها العيشة. حدست الناشطة نيلة قالت ما اشبه اليوم بالامس عندما استشهد البعزيزي اندلعت السورة لتحرق نظام بن علي. وقيس نفس الموقف يتجدد اليوم القاتل والمقتول. وثورة المظلومين اتيا اتيا. ربنا يريحنا من قيس سعيد والله. والله ربنا يريحنا من قيس سعيد. خلال نرتاح من قيس سعيد ومن عبد الفتاح السيسي. ونروح الى الدكتور جمال عبد سطار. في ظل حملات مسمومة بيواجهها الوطن العربي كله. وممولة من وزارة الخارجية الامريكية. بتتساعد الاسوات اللي بدأت تضرب في صميم الوحدة الاساسية للمجتمع. الاسرة. ولا يخفى على الجميع بصراحة ان اساس الاسرة دي اساسها الاسرة في الوطن العربي هي المرأة. واللي ينكر كده يبقى جاحد. اساس الاسرة في الوطن العربي بالثقافة العربية وبالثقافة الاسلامية هي الام. المرأة. المرأة كزوجة. المرأة كأخت. المرأة هي الاساس. عشان كده الحقيقة بدأت الحملات المسمومة دي تضرب في المرأة وتعمل حالة جدل زائفة كده. ويكلموا عن المرأة آآ ملزمة بايه ومش ملزمة بايه والزوجة ملزمة بايه. ولا زال الجدل قائم حول واجبات ومسئلية الزوج والزوجة ومفهوم الزواج والمواد ده. والرحمة بين الزوجين. الجدل اشتغل لان دي حملات انا بقول لكم بالوسائق دي حملات ممولة من الخارجية الامريكية اللي ضرب المجتمع المصري. بتطلع فيها اسماء انها اسماء دي بتقبض. انا مش بسمي اسماء معينة بس انتم عارفين الاسماء يعني. ويتصدر ترند بان المرأة مش ملزمة بخدمة جوزها. والمرأة مش عارف ايه. وصل الامر ان المرأة مش ملزمة حتى بالرضاعة اطفالها. يعني انا بنشوف حيوانات. بتردعت. حيوانات. اه المرأة بيجي عند المرأة ويقول لك المرأة مش ملزمة. بانها تردع حتى اطفالها ولو ردعت تاخد اجر. وهكذا بقى. كنا في الاسبوع اللي فات اكلمنا عن المرأة في القرآن الكريم. مع الدكتور جمال عسطار. الدكتور جمال فضل انه المرأة دي كمان نكمل في هذه الجزئية عن المرأة اه في القرآن. وهو الدكتور جمال قال لا. يعني المرأة في القرآن لها مكانة خاصة جدا. يعني اذا كان لها مكانة خاصة في القرآن. فمش معقول نعمل لها حلقة واحدة وتنتهي الحكاية على كده. فخليني ارحب بضيفي الدكتور جمال عسطار الامين العام لرابطة علماء اهل السنة. اهلا بك يا دكتور. الحمد لله عسلامة المكتبة. الله يسلمك حديث الله. المرة اللي فاتت عانينا من 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 اللوكيشن بس المرة دي. الحمد لله. الدكتور جمال ما الفرق بين الزواج. وآآ يعني تعريف الزواج في الشارع. خليني نبدأ بكده. تعريف الزواج في الشارع. الحمد لله والصلاة والسلام وعلى آله وعلى آله وصحبه. ثم اما بعد. الزواج في الشارع طريعة شطعة الله تعالى. انا بي صلى الله عليه وسلم. وهي سنة الانبياء من قبل. لقد اصلنا رشعا من قبلها وجعلنا الاسبار. الله تعالى اسنع على الانبياء من قبل. بان الله تجعلهم الزواج ندني. والزواج هو اقتران رجل بمرأة توفرت فيه مشروط الزوجية. والزواج سكى. والزواج مودة. والزواج رحمة. والزواج بناء. والزواج محبة. والزواج محافظة على الناس. محافظة على العفة. والزواج باب من ابواب الرزق كما قال الله سبحانه وتعالى. ليكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والزواج فطرة انسانية. فطل الله تعالى البشر عليها. فهو فطرة انسانية. ولا يتخلى عن الزواج الا من خسر تلك الفطرة او انتكت عندهم تلك الفطرة. والله تعالى جعل فالرجل والمرأة رغبة خاصة. وجعل فيهم شهوة خاصة. واراد للبشرية ان تتناسل لكي تحفظ وتبقى. وجعل منها زوجها. كما قال الله سبحانه وتعالى. وبالتالي شرع الزواج سبحانه وتعالى تفريغا بتلك الشهوة. في مجالها الحلال. لم يحرم سبحانه وتعالى اخراء تلك الشهوة. ولم يكلف الناس عناة ان يمتنعوا عن الزواج. ولم يؤمن بالرهبانية. الرؤان الكريم ولا السنة المطهرة. ولكنه شرع الزواج تفريغا لتلك الشهوة. ثم محافظة على النسلي. ثم بطبابطة اجتماعيا بين الامة. فالزواج يمكن ان نتحدث عنه ايام وايام. وكما تفضلت في بداية اللقاء في محمد. المرأة هي اصل هذا الزواج. لان الله تعالى قال في كتابه. ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. فكما قلنا في المرة السابقة التي جاء اتعبنا فيها لت. ان الله ان المرأة هي السكن. المرآة هي السكن. فالسكن ليس مقرر للشقة ولا الفيلا على المكان ولكن المرأة هي السكن التي يسكن اليها. وبالتالي هي الراحة وهي الطمأنينة وهي السعر وهي النظافة وهي الراعاية وهي السر. وهي كل الحافظية. فها تحفظ على الإنسان عفتها وتحفظ عليه أسراره وتحفظ على إهدينه وتحفظ عليه عفته وتحفظ عليه سمعته وتحفظ عليه أولاده فأي كرامة أعظم من تفكره دكتور المسئولية بأتبار أنه المجتمع مخسم إلى امرأة ورجل المسئولية للمرأة هل تعادلت في القرآن الكريم مع مسئولية الرجل؟ قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أنت مش محتاج لكلام جمال ولا كلام أي حد وإحنا أخذنا ثمانهاجيتنا في البرنامج في الفقرة المباركة هذه إنه مجايتنا في الغالب العام بتكون القرآن الكريم وإحنا عندنا قعدة قرآنية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقال تعالى وعاشوا هن بالمعروف فالمعروف هنا ما استقلع على المعروف الناس المعروف يعني عرف الناس وتقاليد الناس وأدام الناس وأطلاق الناس ليست منكورة بديننا سبحانه وتعالى ولكنها محترمة والعرف منذ بداية الخريقة منذ آدم عليه السلام منذ كل الأنبياء منذ إبراهيم عليه السلام منذ محمد صلى الله عليه وسلم منذ الصحابة الكراب يتعاملون تقوم الزوجات بواجباتها ويقوم الزوج بواجبات كل واحد لوميدان بيبني فيه كل واحد لوميدان بيبني فيه ده اللاجل عايز المكان المرأة والمرأة عايزت بأمكان اللاجل الناس اللي عايزين يصنعوا هذا الشرخ يصنعوا هذا الشرخ لأنه ما عادش فيه أسرة إلا عندنا رغم أنه عندنا من ضعف في المجتمع المسلم ما عادش عندنا أسرة متكاملة وخالة وعمة وجدة وجد وأقارب وأسرة وأولاد ورعاة وعلاقة مجتبئية لم تعد موجودة إلا عندنا وفضل يا سبحانه وتعالى العالم بقى متفلق الولد ما بقاش عارف مين أبوه مين أمه ومين خاله ومين عمه ما بقاش في أسرة كل واحد بقى فرد فرد منقطع بدور على شهوته وعلى مصلحته وشف مصلحته فين بصدفة نزم على أي رابطة لكن بفضل اللي تعالى من الله تعالى على المسلم حتى يومنا هذا أن الأسرة مفلت موجودة ببنائها بإخلاقيها بقيمها بدينها برعايتها بأدابها والحملة المسمومة دي من أبل لتفريق هذه الأسرة ويراتهم مقدمين يا أسر محمد نموذج ناجح حتى نقول لك إحنا عايزين بأزيمين عايزين بأزيمين في أوروبا إلى الأسرة 50% و60% من الموليد مش عارفين من أبوهم من أموهم من خالتهم من عمتهم في التفاريق والتفارق والتقاطع والتدابر وعدم الصلة عايزين بأزيمين ده إحنا بنحصل على تلك الرابطة وتلك المحبة وتلك المودة بيقولوا المرأة عندنا حماية ورعاية أي حماية وأي رعاية المرأة بتشتغل بتطلع عينها في الشغل ولما يعني تكبر شوية في السن ما عندش إليها رغبة بيسيبها جوزها ويسيبها ما تعرفش ابنها فين بتدور على كل بتعيش معاه وتسلي بها بقيت حياته لكن عندنا المرأة كلما تكبر تزاد مكانيتها تبقى أم تبقى هي أحق للصحب ما تبقى جد بجدة كل الناس بتشينها على دماغها وعندنا في الإسلام المرأة مش مأمورة إنها تجدح وتسعى إلا عند الضرورة لكن كلف زوجها وكلف أبوها وكلف أخوها وكلف رعيها إنه يحميها ويحفظ عليها وينفق عليها ويصطنها ويخليها ما تبقاش تتعرض لمضايقات هنا ومضايقات هنا مش هتحترم المرأة أبدا في أي شريعة ولا في أي فقه ولا في أي مجتمع كما في المجتمع المسلم معلش دكتور نرجع تاني حددك قلت العرف وذكرت العرف دلوقتي وانت بتتكلم نعم ولكن يعني في كتير من الثقافات المرأة يعني اتهانت فعلا ونزر إليها نظرة سلبية جدا نعم وحتى في التراث العربي كان ينزر المرأة على أنها أقل من الرجل ف وحتى الآن هناك بعض المجتمعات خاصة اللي هي شوية بعيدا عن التحضر أو يعني عن المتابعة يعني بتنزر المرأة على أنها أقل وأنه راجل لو ترفض من امرأة بتبقى إهانة للرجل يعني إذن العرف أيضا في بعض الثقافات في العرف بتهين المرأة يا دكتور فإزاي نلجأ للعرف العرف ما استقرنا عليه الناس حتى ما هو استقر عليه الناس ما هو ناس كثيرة جدا بتعتبر أن المرأة أقل من الرجل العرف اللي استقرنا عليه الناس ما لم يخالف نص العرف معتبر العرف مصدر من مصادر التشريع ما لم يخالف نص شرعي والنص الشرعي عندنا ولا هن مثل الناس عليهن المعروف والنص الشرعي عندنا وعاشروا هن بالمعروف والنص الشرعي عندنا فإمساكم بالمعروف أو تسريحهم بإحسان والنص الشرعي عندنا نلا إكراه التي كروا هن على البغاء ولا غيرها والنص الشرعي النبي صلى الله عليه وسلم عن إجراه المرأة ولا تؤمكح إلا بإذنها وبالغضاها لا يجوز أن تتزوج إلا بالغضاها كل ده عرف فالعرف المعتبر الذي لا يخالف مفاهيم الشرع وهدايات الشرع لك أحدك بتكلم عنه ده في عداة وتقاليد القرى في النبوع وبعض بأزعار التفضل هي أصلا متخالف الشرع عندك بقولك مثلا إحنا عائلة إحنا منجوز حد خارج القبيلة دي ببنجوز حد خارج البلد دي من حقيقة كلها عدد تقالف الإسلام الإسلام ما أنش كده قال صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فإن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد معارين وقال إنما المؤمنون إخوة لكن تقسيم الناس قبيلة كذا وقبيلة كذا هذا عرف فاسد استقرنا عليه بعض نص ولذلك العرف المعتبر هو الذي أقرناه الإسلام ولم يخالف مبادئ الإسلام طيب دكتور اللي صدعونا بحفكية المرأة ملزمة أو ملزمة ومش ملزمة استندوا أيضا إلى بعض المدارس الفكرية الإسلامية زي الشافعية زي غيرهم وكده وكلامهم يعني ليس من فراغ ولكن أيضا مستند إلى فقهاء وإلى مدارس ما هو الحل في القصة دي دكتور خاصة لما تطلع واردت لك لا الشافعية قالوا كذا قالوا أنها مش ملزمة طيب ما هو أنت فعلا بتحترم الشافعية وفي بعض الناس مذهبهم شافعي وبالتالي كلام الناس دا جاي من الأصول الفكرية الإسلامية من المراجع الإسلامية تعالى أولي الأصول الإسلامية بداية عندنا القرآن الكريم زي ما تفعل والقرآن الكريم قالوا لهن ميس الذي عليهن بالمعروف وقال وعاشرهن بالمعروف وقال أخذ العفو وأمر بالعرف وأعلم عن الجهيل والعرف قد استقر أن المرأة تقوم بواجباتها في بيتها واللجل يقوم بواجباته في بيته الأمور دي إسلام من نصش عليها من نصش أن المرأة يجب عليها أن تقديم زوجها ولا الرجل يجب عليه أن يخدم زوجته ولكن العرف والعرف استقر على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم العمل بين فاطمة وعليه فقل لها عليك العمل داخل البيت وعليه العمل خالد البيت وتعمل السيدة فاطمة حتى تتورم يدها وتعمل السيدة أسماء مع زوجها وتجهز العلف لفرصها وتحمل فوق رأسها ويراهى النبي صلى الله عليه وسلم ويستقر العف في بلادنا حتى إسلام محمد المرأة بتقدم في بيتها مع زوجها وأولادها والله يسعى عليها وعلى وليه لكن تفاصيل بها تفاصيل أحكام تقضع لكل وقت يعني مثلا إسلام محمد كان في وقت من أوقات الخدم كانوا هم رصيد كانت الصورة المالية عند أي حد بعدد ما عندهم الخدم فكل الناس عندهم خدم فده تخدم ده عند خدم وده عند خدم حتى الفقراء والإماء والعبيد مجتمعات مختلفة ما ينفعش أسحب ظروف مجتمع ما واجبها الآن أقول أستند وقت عايزة خديمة السيدة فاطمة راح تتسأل للنبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي فارجع للعصر اللي أنا فيه بقوله للمرأة تقوم واجبها لكن الرجل يقوم واجبها الرجل يقوم من اللي قال أن رجل يجب عليه أن يدعو زبته من اللي قال أن الراجل يجب الله الاسدالات اللي أعيزها الهدايا اللي أعيزاها الملابس اللي أعيزاها كل شوية متطلبات الحاجات ذي كلها بقت من المعاشرة بالمعروف لم أكسف واجب الحكاية أننا نحكم التعاملات التفصيلية في الأسرة لأن دي فيها نص وليما فهاش نص لا العرف اللي بيحكمها وخاصة العرف اللي اتفق عليه الناس لكن المزاهب السابقة كتلا أحكام موجودة في وقتها ربما تقضى لمتغيرات كثيرة لكن العرف حاكم لكن ما فيش نص المرأة يخدم أو المرأة لا تخدم ما فيش نص اللي يخدم والمرأة اللي لا يخدم طلقا إسلام ذلك لأعراف الناس وعلاقتهم وما استقلت عليه قلوبه ونفوسهم ودي المحبة والمودة والسكن اللي قال عليه الإسلام طلق الإسلام لينا ان احنا نحكم العرف فيها والمحبة الحقيقية والسكينة المحقيقية وكل واحد يعبر عن دوله في حيام حماية هذا البيت وصيانة هذا البيت وخدمة البيت لرجل وهو راجع يتفنن يجيب فاكهة ايه يقدر يجيب لهم أكل ايه يقدر عليه يقدر يدخل عليه السعادة وهي بتتفنن نزيد يدخل السعادة على زوجها كما وتعلمت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وده محراب التعبد لله سبحانه وتعالى فدي الحياة لكن دي مش شراكة اقتصادية مش كل واحد عليه كام وهيكسب كام ولو كام دي مش شركة اقتصادية دي شركة أسرية تعبدية ربانية هذا محراب من محاريب العبادة هذا سكن هذا سكن هذا طمأنينة أنا مش بعمل زي يوم هناك كل واحد له زمة مالية خاصة به فيطلعه وروحه في المطعم الزوجة تدفع نفسها والزوج يدفع لنفسه لا دا عندي زوج مسؤول مسؤول عن اطعام مسؤول عن كساء مسؤول عن كدمة البيت والحماية والصيانة والمرأة تقوم واجب دا التعاون المشترك مش شراكة اقتصادية مرة أخرى دا بناء ورحمة وتراحم ومحبة وود واجتماع وتواصل وترابط المعاني دي معرفهاش الناس اللي أعرض أطعب السكينة في الأسرة المسلمة ما ليش دكتور أنا يعني دا كلام جميل جدا ولكن كتب التفسير أيضا مليانة روايات يعني بعضها يعني في إساءة المرأة يعني زي مثلا خروج آدم وحوة من الجنة والروايات التي قيلت على أنه الشيطان أغوى أقنع حواء وهي أقنعت بدورها آدم وأنه حواء تبدو في بعض الروايات وكأنها الإيد اللي بتوجع آدم وهي التي أودت بآدم إلى نزول الأرض الروايات دي موجودة يا دكتور في كتب التراث الإسلام أخذت هذه الروايات من إسرائيليات أو من كتب التقراء والإنجيل وغيرها وفيها بعض الحاجات مثلها هذه لكن تعال عندنا في المصادر الصحيحة عندنا القرآن الكريم قال فأكلان منها فبدت لهما سوءاتهم فأزلناهما الشيطان ولا القرآن ولا السنة فيها تفاحة ولا فيها حية ولا فيها هي أكلت التفاحة وهي اللي قالت له الشيطان جحك عليها هي الأول كل الكلام ده قلته الإسرائيليات أي قصف لا أصدر لها مستقا وإحنا كلمنا قبل كده قلنا أحكام الغيب اللي عند ربنا لا مصدر لها إلا القرآن وصحيح السنة وأنا عندي القرآن الخطأ كان من لبنين والأكل كان من لبنين ونتيجة الأكل تحملها من لبنين وطفقهم طفقا يخصفان عليهم من أوراق الجنة ونادم معا وتاب معا فتابع عليهم وهذا سبحانهما ثم اجتبهما ربهما فتابعا إذن بالعكس لا فيه بعض الآيات حملت آدم المسؤولية مباشرة ولذلك الله تعالى يعني يعني عاتب آدم مباشرة لأنه هو اعتبر في الآخر المسؤولية الصوت بعدي يا جماعة الصوت يا دكتور أنا الصعب أنا الصوت عندي راح بتاع الدكتور جمال أنا الصوتها كويس بس إيه اللي هياسأل عندكم أنتم طيب دكتور جمال انت عمال تعيد في الآية الكريمة اللي ذكرتها آآ عن أن ليها لهم لهن مثل لهم لهم الذين عليهم بالمعروف وللرجال عليهم درجة نعم درجة المسؤولية ما تكملها بقى وللرجال عليهم درجة نعم ولهم مثل الذين عليهم بالمعروف اللي جاء عليهم درجة فبالتالي الدرجة دي صوت يا ناعة صوت الدكتور وات عندي جدا نعم يا دكتور انفضل المسؤولية دي معناها أن الرجل قائد البيت معناها أن الرجل صاحب الكلمة العليا ضد أي إضاءة أصغر دنيا أصغر نوع من أنواع الإضاءة قياة السيارة يكون في حد مسؤول يتحمل مسؤولية القرار فربنا كلف الرجل بهذه المسؤولية وهذه الدرجة فهي أمانة هو يستطيع أن يتحكم في أعصابه في قراراته ويتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى وأمام المجتمع وأمام الناس فهو المسؤول عن الإنفاق والمسؤول لكن هو المسؤول صاحب القرار الأخير في البيت دي مسؤولية فالقوامة مسؤولية مش تكبر مش حجو مش طغيان مش ظلم دي مسؤولية بتحملها أمام الله سبحانه وتعالى إذن المسؤولية لأي بيت هي للرجل الكلمة العليا لأي بيت هي للرجل مسؤولية الكلمة في البيت للرجل والمحاسبة على الرجل تمام طيب دكتور ما عليش خليني أروح معك لمشهد قرآني كتير بيحيارني يا دكتور هو مشهد وصول سيدنا موسى إلى مدين نعم والتقاءه ببنت قيل أنه مش شعيب النبي يعني قيل فيه دراسة عندي أنه مش شعيب النبي عندي دراسة من أحد نعم الرجل الصالح آه وصلت للرجل الصالح وهي قالت له اتبعني ووصلت البيت بتابوها يعني عشان تعرفه مكان الماء يعني المكان بتاعها أو يعني تعرفه يعني بس نعفين يا دكتور بس نعفين يا دكتور بقى نعفين هي قالت له استأجيره ما جابتش سيت الجواز نعم الرجل الصالح على طول عملها مصلحة اقتصادية وسرية أنا سؤالي هنا إذا رجعنا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا من جاءكم آه يعني يعني معلش تاني يا دكتور إذا جاءكم من طبون دينه وخلقه دينه طب هو موسى لما جاء بقى كان في حاجة كده ما كانش فيه ده هو شافه طول بعرض وشاف فيه يعني راجل صاحب مسؤولية البنت قالت له استأجيره يا أبا تستأجيره هو راح دخل في الموضوع شمال صحيح إن احنا تعودنا في القرآن الكريم إنه بيختزل التفاصيل اللي ليست مهمة دائما في القص القرآني الرب العزة بيختزر تفاصيل مش يعني لن تضيف شيء لكن نحن أمام فتاة آه قارت لأبوها استأجيره آه ربما تكون فيها نوع من إنها استلطفته ممكن نعم نقول حاجة تاني فلما جاءه وقص عليه قصص فسيدنا موسى حكى لي موقفه وحكى لي تاريخه وحكى لي الحدث كله فاستبشر الرجل به وعرف ما قامه برقم واحد هذا في القصص في النقطة التانية أن هناك حدث بالفعل أن رجلا شابا وجد المرأتين تزدان وهم وحدهم بدون الناس فسقى لهم دون أن يتعرض لهم بشيء ولا يسي إليهما ولا أي طريقة ولا أي محاولة خطيئة ولكن بالأخلاق التي تربى عليها فسقى لهم ثم تولى إلى الظل ثم لما ذهبت إليه تمشي عن استرائيل يسيبك على هذا مشت خلفه وبالتالي هو أقال فالتسير خلفي وتشيري على الطريق فظهرت النوم من الأخلاق ومن القوة ومن التاريخ الناصع للبيار فدي كلها اجتمعت قدام أب وأب يحتاج ورأى أنه يناسب أن يزوج ابنته رجل صالح مثل هذا فأخذ القرار وهو معروف الأب أدرى بابنته مش لازم التفاصيل زيوانا التفضل في حاجات كثيرة القرآن لا يذكرها بتوفى من السياق هم كانوا بنتين يا دكتور نعم تبليه في المصر القرآني تبليه قال ليه قال يا دكتور سقى لهم ما قال سقى لهن لهم ده المؤنس المسنة لهم المسنة ده المؤنس المذكر المسنة لهم المؤنس المذكر طيب يا دكتور لكن انت شايف انه لما قص هذه القصص فالرجل الصالح شاف ان ده يعني على دين وعلى خلق وعلى صاحب مسئولية وفيها ملمحتين تصدر انه قال انه اني أريده انه انكيح كإحدى ابنتي هتين اولا يعطيه الخيار ثانيا لا يقدم واحدة على الاخرى عشان يبقى عنده عدالة وهو في الاخر اللي اتجوزها اللي راحيت له ما احنا ما نعرفش بقى المفسرين قالوا كده المفسرين وانحن يسأله لا ما مفسرين قالوا كلام كتير بس احنا ما نعرفش هتجوز من فيهم لا يعني في دين اني يريد انكيح ابنتي هتين قالوا ان هو تزوج البنت رقم واحد رقم اتنين انه هو فيه طرح رائع في الموضوع انه طالح اللي ابنتين اتنين اعليش ان تأجرني سمانية حجة فان كانوا عشرة فمن عندك يا الموضوع دخل كده ببيزنس يعني حضر وحاجر وما حلتكش حاجة وما حلتكش حاجة وما عندكش المقوى ومسلا يتاكل وما ملكش حاجة وخايف بيدوروا عليك عشان يتلوك واجدت فرصة في المكان تسكن فيه وتتزوج فيه وتعمل فيه وتاكل وتشرم فيه اعتقد دي رعاية اكثر من موضوع زورت بكتير يعني فالموضوع مننا من الله سبحانه وتعالى هو احتضان لموسى عليه السلام ولكن احتضان شرعي لبيت فيه بنتين يتجوز منهم كواحد مش اجير لا يتلوك استأجيره فاللأ ده احنا نخليه رب ببيته صاحب بيته صاحب عاجة فالموضوع هو عناية ورعاية موسى عليه السلام اكثر من فكرة المصالحة مش صرعة طيب دكتور هنا المرأة كان لها دور عظيم في الرواية دي او في القصة دي وهو انها استطاعت المرأتين يعني اذا كنا بنقول المرأة ازنا البنتين دول استطاع انهم يجلبوا الى البيت ده الخالي من عنصر القوة اللي بتواجه الرعاة يعني مجتمع عايم على قوة بدنية وعايم على يعني المكاتفة استطاع البنتين دول او واحدة فيهم انها تجلب الى البيت شخص امين صاحب مسئولية وايضا عامل كان له دفع يعني عامل اقتصادي قوي للبقاء او للمحافظة على بقاء البيت ده وفي نفس الوقت هي ايضا كانت احدى اسباب ان سيدنا موسى يكمل في رسالته فيما بعد وانه لما خدها ورحل بها مرة اخرى الى مصر النموذج ده ايجابي جدا هل فيه نموذج تاني سلبي جدا امام هذا النموذج وارده في القرآن الكريم يا دكتور بمعنى ايه سلبي بس يعني شوف هنا الايجابية من كل شي هي بيت فيه بنتين وراجل كبير في مجتمع ايه مع العضلات والحاجات وتحرشات وعنف وكده بنت فيهم استطاعت تجيب هذا الشخص او البنتين يعني يجيبوا الشخص ده فيبقى عنصر اقتصادي مهم جدا للبيت وعنصر حماية وايضا هي تبقى احد اسباب انه هو يكمل دعوته وتبقى اهله بعد كده في رحلته الى الدعوة ده عنصر ايجابي او كله ايجابيات هل في عنصر نسائي في القرآن الكريم عكس ده تماما سلبي جدا طبعا اولا اثنى على طبعا الفكرة الرائعة انك بتأكد ان الزفاج بنية مجتمعية بتفيد الجميع ان الراجل اللي ما عندوش بنات ما عندوش ولاد بقى عنده ولاد وبقى تعطر واسرة متكاملة واسرة بناءة وبيكملوا بعض والحياة بتبقى المجتمع آمن مجتمع بيكمل بعض والبعض وزوج بنته ده بيبقى ابنه والحياة فيها تكامل عالي جدا وبالتالي تبقى فيها طمأنينة ده المعنى اللي بيقى ديه زواج دايما والحمد لله هو مؤمن المجتمع المسلم ودون غيره من المجتمعات فأتي هذه اللحظة عندك المجتمع التاني النموذج التاني مرأة انوحد مرأة تبوت كانت تحت عبدين من عبادنا الصلاحين فخانت هما فلم يغني عنهما من الله شيئا وبالتالي الله سبحانه وتعالى كتب عليهم العقوبة فهلكوا مع الهالكين الله تعالى يعني لم يكتب لهم النجاة ولم يكتب لهم الفوز لم يكتب لهم الرحمة فكانوا من الهالكين فلنموذج مرأتين مرأة زوجتين نبي ولكن هما خانتهم الخيانة هنا مش معناها الخيانة الزفيع الخيانة كانت عقيدة فحقك عليهم العقوبة الله سبحانه وتعالى ودخلوا في العقوبة مع أقوامهم ولم تأتي النجاة كما نجي قومهم وبالتالي ده نموذج سريع جدا نزعت المرأة ما كان كانت ممكن فيه مكرمة معززة تحمى حتى من الابتلاء اللي نزل والمصيبة نزلت بقومها مرأة موت لكنها هلكت معهم مع الغادرين فهلكت إلا أمراتك كانت من الغادرين لأنها مجلد رضيت بالأعمال الخبيثة الفحش اللي كانوا يعملوه رضت به وإلا تمارسه حتى محقت عليه تلك العقوبة وكانت خائنة فهذا نموذج كانت جمكن إنها تكون أفضل من كده بكتير كانت قدامها فرصة تكون أفضل من كده بكتير ولكن اللي اتنين نقصوا على عقبائنا في هذا التصور فحرموا هذا الخير الكبير والله معنا طيب دكتور معنش الوقت عدى لكن خيني أختم معاك بملاحظة حضرتك تسعيدني فيها أكتر باعتبارنا عدك مرجع يعني أنا مش مرجع في القصة دي وأنا مش دعية ديني لكن أنا كقارئ للقصة دي في القرآن الكريم لاحظت مجموعة حاجات ربما حضرتك تعديلها لنا على زاوية صحيحة أول حاجة أنها أكتر قصة ذكرت في القرآن الكريم أكتر نبي هو سيدنا موسى عليه السلام سيدنا موسى هذا النبي دور المرأة في حياته عجيب جدا طيح يعني أمه دورها عجيب وتحفظه وترميه في قصة غريبة جدا في البحر نعم أخته تقص أثره لحد ما يوصل إلى بيت فرعون نعم امرأة فرعون تقول له جوزها ده هالربي وقرة عين نعم نعم لما الدنيا تضرب معها جدا يوصل لمرحلة أني بنت الرجل الصالح تقول لأبوه استأجيره إنه القولة مين إذن في كل مناحي عندما تحتدم الظروف تجاه سيدنا موسى تظهر المرأة عشان تحلله مشكلته أمه أخته مرأة فرعون ومرأة الرجل الصالح إلى هذا يعني إلى هذا العجب دور المرأة في واحد من أهم الأنبياء عليهم كلهم السلام وعلى النبي يعني إلى أي مدى التصور ده مزبوط يا دكتور طبعا رائع جدا أنا معك تماما والقرآن ما قصش القصص دي ولا جاب لمسات دي مقرد قصص شحكة ولا عشان قصها طول ولا إدخال العامل النساء فيها عشان تبقى جميلة والحاجات اللي بيعملوها بتاع الغوايات دي أحيانا كتير لكن أعطاها العزة والاعتبار المرأة كان لها دور في مقامة الطغيان في مساعدة موسى عليه السلام من أول الأمر إلى آخره وسيدنا موسى عليه السلام كان رجلا حتى في التطبيق فيه ملمح جميل كده عشان محمد لما موسى عليه السلام خرج من مدين ونجع مصر الثاني إن القرآن يقص الموضوع داده أكثر من سنورة فلما قضى موسى الأجر وسار بأهله آنس من جانب الطول نارة قال لأهله شوف نتكلم عن رجوله قال لأهله يمكثوا إني أناست نارة لعلي آتيكم منها بقبس أو أجدوا على النار يهدى إذن انتوا ارتاحوا وأنا علي الإضاءة وأنا علي التدفئة وأنا علي الإنارة وأنا علي البحث عن الحقيقة وأنا علي البحث عن الأمان دي الرجولة الحقيقية اللي القرآن بيذكرها لنا مع موسى عليه السلام فالرجولة مسؤولية انكوسوا وانتوا انجلسوا وأنا أعمل الموضوع ده وأنا أبحث عن إضاءة وأنا أبحث عن تدفئة وأنا بحس عن نار دي المسؤولية اللي ربنا سكرها فينا أولا سبحانه وتعالى ده وبالمناسبة ده آخر العلاقة ذكر النساء ده آخر المشهد ده آخر العلاقة ذكر النساء مع سيدنا موسى عليه السلام من هذه المرحلة لم تذكر النساء حتى توفي سيدنا موسى عليه السلام في آخر قصة تماما يعني إذن قصة قصة وقود النساء من قبل ما يولد موسى عليه السلام وأثناء الولادة موسى عليه السلام وقصة أم موسى ربنا يوحي إليها واخته ومرأة فرعون نفسها أنه رب نقولك في قد جهة المحبة وتحميه ومرأتين يبقى هم مفتاح وطبعا عندي هنا برضو ملمح كده أقولك عليه أن المهاجر سيدنا أبوش عليه السلام أول مهاجر لقات فتنة النساء دي وكانت ممكن تبقى فتنة شاف النساء وهو محتاج حاجات كتيرة كان ممكن يتخلى عن قيمه بعض الناس في المهاجرين فتنتهم في النساء لكن هو طبط بأخلاقي وطبط بآدابي فربنا كرمه ورزقه من يقول له أني أريد أن أنكيحك تحدى بنتيها تيل كل ده بيأكد أن المرأة ليست شيئا زائدا أو شيئا منكورا للأسف الشديد أنا برضو ما أتكلم عن العرب لكن بقول أن أعرفنا أو بعض الأعراف أرادت أنها تلبس أعراف الناس في بعض البدوة وغيرهم نفس الإسلام ومناجيات الإسلام وتلبس الأعراف دي مفاهيم الإسلام والإسلام هنا بريء بعض الناس كانوا يحلمون على المرأة أن تتعلم ويحلمون أن تذهب للمدرسة ويحلمون أشياء كثيرة جدا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا علم المرأة صلى الله عليه وسلم وكانت مرأة في الجهاد معه صلى الله عليه وسلم بنأكد أن المرأة في حياة موسى عليه السلام التي طالت صحبتها له في صورة مختلفة ليؤكد لنا القرآن أن المرأة هي أصل بالنائد بيت الذي خرج منه موسى عليه السلام طفلا مربيا وهي أصل بناء البيت الذي انطلق منه موسى عليه السلام في مدين ليكون يؤسس أسرة مسلمة وهي أصل البيت الذي احتمى به موسى عليه السلام في طريقاته وفي ذهبه للوحي ولأداء رسالته فالمرأة كانت في ظهره كانت معه حتى في نحنته كانت معه ليؤكد أن المرأة ده دول أساسي ليست شيئا كمالية ولا زائدا ولا غنى وأبدا بل هي مكون رئيسي من مكونات هذه الحياة مكون رئيسي في مواجهة الظلم مكون رئيسي في نشر الدعوة مكون رئيسي في استقرار الرجل والمجتمع مكون رئيسي حتى في الناحية الاقتصادية والناحية المجتمعية والناحية الأمنية مكون رئيسي إن كانت من بركتها إنها تدلج ويذهب موسى عليه السلام وهناك يكلمه ربه لما قام بواجبه في الرجولة مع زوجته وقال أدلس هنا أخذكم إني أنص من جانب الطول نار لعلي أتيكم منه بخبس أو أجدوا على نار هدى هناك كان الوحي وكان الإكرام الله تعالى لموسى عليه السلام فالمرأة نازلت مكرمة وبها يكرم المجتمع وبها يكرم الإنسان وبها تكرم الحياة لكن يتعلم على المرأة الآن محاولة لإقصائها عن وديبها محاولة لإنزالها من مكانتها محاولة لتقليل شأنها محاولة لتصغيرها محاولة لجعلها جسد فقط يتاجر به من يتاجر به لكن المرأة والله أعظم كده وأكرم وأحب وأرحم وأوصل وأقوى وأبقى من كل الخزعبلات اللي الناس بيحاولوا ومسهروها بيها لأن القرآن أؤكد لنا أن ربنا خلقها وأن ربنا اللي كرمها وأن ربنا اللي كلفها وأن النبي صلى الله عليه وسلم لغاية آخر نفس من أنفاسه وهو بيموت صلى الله عليه وسلم يقول أوصيكم بالنساء خيرا ما فيش ألطف من كده ولا أجمل من كده ولا أوضح من كده القرآن والسنة أعطى المرأة فكان لن تأخذها في أي تشريع ولا أي مجتمع أحيانا المجتمعاتنا قصرت وأحيانا المجتمعاتنا أضافت من تقاليبها البالية هنا هناك بعض الأشياء وحاولة اللي بيسنة سوى الإسلام لكن القرآن والسنة الصحيحة أنصفت المرأة أيام الإنصاف وفي حلقاتنا هذه وفي نصف هذه اللقاءات نقطع البصة مرة أخرى ونحن مع القرآن ومع السنة بش ممكن نجد المرأة إلا فوق الروس قطور جمال عبدالطار أنا أمين العام لرابطة علماء أهل السنة بشكرك جدا يا فندم ونلتقيك الأسبوع القادم إن شاء الله الحلقة خلصت لحد هنا أنا وانا عندي رأي أو تعليق ممكن أقوله وأنا ماشي دلوقتي وأنه أسوأ لعبة ممكن تتلعب لك أني واحد يطمعك في دور غيرك يعني عز المخرج ده يبقى عايز يبقى موزيع هو شايف إن الموزيع يبقى أحسن وعنده شهرة أو أنا أبقى عايز أبقى مخرج دي أسوأ فكرة ممكن تسيطر على البني أدمين إن الناس يزرعوا في دماغ الناس إنه المرأة تبقى زي الراجل والراجل يبقى زي المرأة وهنا تبقى المشكلة إنه الاتنين الدور بتاعهم يبقى مائع ما انتاش عارف إيه الفرق بين المرأة والرجل وأسوأ فكرة ممكن تتزرع في عقل بني أدمين هي فكرة المساواة دي فكرة فشلة ما فيش مساواة بين المرأة والرجل أو بين الرجل والمرأة لأن المساواة معناها يا أنا يا أنت واحنا ونخلص الفكر الحقيقي التكامل المرأة خلقت لأدوار والرجل خلق لأدوار لما نقع بقى نعمل مساواة تبقى شاركة اقتصادية مساواة يمكن في الحقوق والقوانين إنما الأدوار ما فيهاش مساواة دي وجهت نظري الدور ما فيهاش مساواة أنا بلعب الدور اللي أنا جبلت عليه اللي أنا تربيت عليه اللي عقدتي قريت لي عليه وهي بتلعب الدور اللي عقدتها قليت له عليه ده لا يعيبها وده لا يعيبني إنما لا يمقى الحكاية شاركة وشاركة اقتصادية الدنيا بتبوز المرأة خلقت للعطاء مفيش أجمل من المرأة في العطاء ربنا خلق المرأة تدي بس غريبة جدا تحمل تسع شهور عطاء خرافي الراجل ما يعرفش يعمل كده إن تشيل في بطنك بطيخة تسع شهور نايم قايم بيها أنا لو راجل هصاله كده ممكن ينتحر وإنها تربي وتردع سنتين وتقوم في عز الليل عشان الولد بيعيبكي بتأكل واحد عطاء لا حدودة له هذا العطاء على فكرة صروات الدنيا لا تسوي كل صروات العالم لا تسوي الشي قدام امرأة قامت فجرا أو بالليل عشان تأكل عيل خمسين سنتين ممكن تضربه بريج لقى كده تطيره في الشباك لو بنختها مش تعمل معا كده لكنها بتعمل كده مش عشان إرضاء اللي جوزها هي غريزة كده المرأة هي العطاء الراجل مش عطاء خالص بصراحة الراجل أناني جدا المرأة قلبها مفتوح قوي مفيش مساواة المساواة دي إهانة للمرأة أنا رأيي الشخصي إن الكون ده البشرية دي تبنت على المرأة وإن الراجل بصراحة بصراحة رغم إنه دورنا عبقاري كده ولامع إنما هو همشي إحنا تربية امرأة ومن حد نمرأة إلى حد نمرأة ده رأيي الشخصي علي حال الحلقات خلصت والأسبوع خلص وإلى أن نلتقيكم غدا إن شاء الله وحلقة جديدة من برنامج مصر النهاردة تسبحوا على وطن حر تسبوع الأخير